اهلا بكم في تغطيتنا المستمرة لأعمال الدورة الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر والتي ستكون دورة الأخيرة للمجلس الحالي وعلى جدول أعمالها العديد من القوارين أبرزها قانون الموازنة العامة لعام الفين وعشرين الدورة العادية الرابعة والأخيرة لمجلس النواب الثامن عشر يدرج على جدول أعمالها أكثر القوانين إثارة للجدل والذي لاقى امتعاضا ملحوظا داخل مجلس النواب وكردود فعل إذا ما تم إقرار القانون وهو قانون الأسلحة والذخائر لسنة الفين وستة عشر كما سيدرج على جدول أعمال الدورة بعمرها الستة أشهر مشروع القانون المعدل لقانون المحاكمات المدنية والذي يحتاج إلى جلسة مشتركة بين ضلعي مجلس الأمة الأعيان والنواب لإقراره كما سيناقش المجلس في دورته العادية الأخيرة إقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وقانون المخابرات العامة وعلى مدار الدورات الثلاث العادية الماضية من عمر المجلس وبدوراته الاستثنائية شهد المجلس إقرار عشرين قانون كان أبرزها قانوني العفو العام وضريبة الدخل وتم التوجه بثلاثمائة وستة أسئلة تم الإجابة عن مئتي سؤال وسحب ثلاثة أسئلة واثنان وخمسين مذكرة استجواب كما تم رفض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الإجان النيابية عقدت ثلاثمائة وثلاثة وتسعين اجتماعا حظي بالنصيب الأكبر للمالية وفلسطين بواقع ستة وأربعين اجتماعا كما نفذت ستة وخمسين زيارة للإطلاع على واقع المؤسسات الرسمية والخاصة جلسة طارئة واحدة تم عقدها من قبل مجلس النواب الثامن عشر لمناقشة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك كما تم طلب طرح اتفاقية الغاز للمناقشة العامة والمطالبة بإلغائها وإن كانت تتعارض مع قرار المحكمة الدستورية سبعة بيانات صدرت كان معظمها يتمحور حول القضية الفلسطينية وتحويل أربعين مخالفة إلى النائب العام واثنين وخمسين مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خمسة وخمسون جلسة عقدت خمسة عشر منها رقابية وأربعون تشريعية كانت شاهدة على أحداث مهمة خلال الثلاث سنوات الماضية أبرزها أحداث البحر الميت وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ملابسات الواقعة وإحالة ملف الملكية الأردنية وعقد شرائها وأسهمها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الجلسة المنعقدة حاليا تأتي بعد خطاب العرش الذي رسم خارطة طريق للسلطات الثلاث نتابع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيّلنا محمد النبي العربي الهاشم الأمين حضرات العيان حضرات النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعن فبسم الله وعلى بركة الله نفتتح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامنة عشر وهي دورة عادية في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بالنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه قبل عشرين عاما أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة فقد نظرني الحسين رحمة الله عليه لهذا الوطن وما رأيت نفسي إلا خادما له حضرات العيان حضرات النواب أتوجه من خلالكم بالتحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل من موقعه وأخص بالذكر إخواني وأخواتي رفاق السلاح حملت الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين فلهم منا كل التقدير والاعتزاز حضرات العيان حضرات النواب لقد مضى الأردن بثبات على مواقفه فقد اتخذنا من الإصلاح ودعم مسيرة الديمقراطية نهجاً لا رجعت عنه وستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقال الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاسمتها القدس الشرقية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها مواقفة ثابتة وغير قابلة للمساومة بالرغم من تنامي المخاطر والتهديدات لهذه المقدسات ومن هنا أدعو المسلمين والمسيحيين إلى تعزيز حمايتها ودعمنا في المحافظة عليها وعدم المساس بوضعها القانوني كما أعلنوا اليوم انتهاء الحمل بالملحقين الخاصين بمنطقتين الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرد سيادتنا الكاملة على كل شبر منها حضرات العيان حضرات النواب حديثي اليوم ليس للتذكير بالإنجازات أو الإسهاد في المجاملات وأنا أرى نظرات القلق في عيون أبناء وطني أرها على وجه الأب قلقاً على اللقمة العيشي لأبنائه وعلى وجه الشاب العطل عن العمل طلقاً على مستقبله وعلى جبال متقعدين العسكريين والمدنيين وإجابة على الكثير من الأسئلة أقول أنني أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبناتي الشعب العزيز ففي رقبتي كل واحد منكم أسرة وفي رقبتي الوطن بكامله ندرك جميعاً أن الأزمات من حولنا ألقت بذلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة وخاصة الاقتصادية منها وقد دفعنا ثمناً كبيراً بسبب مواقفنا التاريخية لقد أنجزنا إصلاحات جريئة حتى في أصعب الظروف وأثبتنا للعالم مرة بعد الأخرى أن الأردن مهما كانت التحديات لا يعرف المستحيل وقد وقف الأردنيون كما كانوا على الدوام دروعاً لحماية الوطن ومنجازاته فالأردني لا يتراجع أمام الصحاب بل يصمد ويثابر فقد ورث العزيمة والإصرار على العمل والإنجاز كابراً عن كاب حضرات العيان حضرات النواب عالموا أن الكثيرين اليوم يتساءلون إلى أين نحن ذاهبون وأقول لهم الأردن يمضي إلى الأمام بخطة ثابتة فقد باتت الإصلاحات الأصعب خلفنا والمستقبل الواعد أمامنا نمضي نمضي نحوه بثقة لنحقق طموح أبناء هذا الوطن لقد قدمت الحكومة خلال الشهر الماضي برنامجاً اقتصادياً سيتم تنفيذه على مراحل دمن أربعة محاور تهدف إلى إعادة نظر في الأجور والرواتب وتنشيط الاقتصاد والتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الإداري والمالية العامة وقد أعلنت الحكومة عن الحزمة التنفيذية الأولى لهذا البرنامج وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطنين لذا أوجه للحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهود بالاقتصاد الوطني ولكن لا تستطيع أي حكومة أن تمدي اليوم في طريق الإصلاح والإنجاز دون سلطة تشريعية داعمة وقضاء نزيه وقطاء خاص نشيط ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده ولا منبر أنسب من هذا المنبر لدعوتي السلطات الثلاث للنهود بواجباتهم فجميعكم اليوم مسؤلون وفي الغد مساءلون ولا خيار ولا خيار أمامنا جميعا إلا العمل والإنجاز حرارة العيان حضرات النواب لا أتحدث إليكم اليوم خوفا على الوطن بل لإيماني به وبكم ورؤيتي الواضحة للفرص التي أمامنا فشبابنا مؤهل وقطاعاتنا واعدة والمستثمر مهتم والعالم يؤمن بالأردن وبإمكانياته فلننهض لبناء واقع جديد يضاعف النمو ويخرج آلاف الفرص لكل أردني طامح لمن يعمل ويثابر لمن يتحل بالأمل لمن لا يضع لطموحه صقفا ولمن يحقق الكثير من القليل ولا يتوقع إنجازا بلا عمل فنهضتنا لا مكان فيها لمن يستسلم للتشاؤم والسودوية حضرات العيان وحضرات النواب من شعبنا نستبدل العزم والتفاعل وفقنا الله جميعا وستدد على طريق الخير والفلاح خطانا والسلام عليكم ورحمة الله نجدد ترحب بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمر لأعمال الدورة الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر وهي الدورة الأخيرة لنناقش ملفات تعدى مختصة فيما جاء في خطاب العرش من مضامين الذي ألقاه جلالة الملك سوأن كانت سياسية على المستوى الداخلي أو حتى على مستوى السياسة الخارجية نناقشها اليوم مع ضيوفي هنا في هذه الساعة الأولى رئيس مجلس إدارة الدستور الوزير السابق معلس سيد محمد داودية أهلاً ومرحباً بك كما أرحب أيضاً بأمين عام الحزب الديموقراطي الاجتماعي سعادة النائب السابق جميل النمري أهلاً ومرحباً بك وأرحب أيضاً بأستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية المحللة السياسية الدكتور موسى اشتوي أهلاً ومرحباً أهلاً بكم ضيوفي الكرام اسمحوا لي قبل أن نبدأ بالنقاش أن ننتقل مباشرة الآن إلى مجلس الأمة ينضم إلينا مرسل المملكة معاد الحنيطي معاد أهلاً بك مجريات الجلسة الأولى الافتتاحية لمجلس النواب في هذه الدورة الأخيرة وهل انتهت انتخابات المكتب الدائم؟ نعم عبد الله يعني الآن يتم الفرز للجولة الأولى من انتخابات نائب الرئيس الأول وأقول لك الجولة الأولى لأنه بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب تتم انتخابات المكتب الدائم لمنصب النائب الأول للرئيس عن طريق بأن يتم الانتخاب بشكل منفرد من قبل النواب بورقة اقتراع في مكان الخلوة النيابية ولا تحسم المعركة الانتخابية إذا كان عدد لا تحسم معركة الانتخابات من الجولة الأولى إلا إذا حصل أحد المترشحين على الأكثرية المطلقة الأكثرية المطلقة النصف زائد واحد وبالتالي الآن الآن يجري الانتخاب ما بين يجري فرز الأصوات ما بين ثلاث مرشحين ترشحوا لهذا المنصب وهم نصار القيسي والدكتور نصار القيسي وأحمد الصفدي والنائب مصطفى ياغي لن يتم حسم هذه المعركة كما قلت لك إلا إذا حصل أحدهم على الأكثرية المطلقة في حال لم يحصل على الأكثرية المطلقة ستذهب ستذهب انتخابات النائب الأول لرئيس مجلس النواب تحسم الانتخابات ما بين الاثنين طبعا بعد هذه الانتخابات سيصار إلى انتخابات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وتجري انتخابات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بنفس طريقة النائب الأول والرئيس لكن الرئيس في هذه الدورة الأخيرة من عمر مجلس النواب لن تجري له انتخابات كما قلنا في نشرات سابقة بسبب أن التعديلات الدستورية الأخيرة رفعت مدة رئاسة رئيس مجلس النواب إلى عامين بدلا من عام واحد بعد ذلك كله يصار إلى انتخاب مساعدين الرئيس ولكن انتخابات مساعدين الرئيس تكون بطريقة أسرع قليلا بحيث أن مهما كان عدد المترشحين يتم انتخابهم في ورقة واحدة ويعتبر أعلى اثنين حصلوا على أصوات من قبل أعضاء مجلس النواب هم مساعدين الرئيس هناك أجواء داخل المجلس تحاول الوصول إلى توافق ما بين النواب والكتل لحسم باقي المقاعد ما بين النواب توفيرا لوقت وجهد النواب خصوصا وأن هذه الدورة بحسب ما يتحدث لنا برلمانيين ستشهد عدد من القوانين وخصوصا أن هذه الدورة الأخيرة هناك قوانين ومشاريع قوانين ما زالت في أدراج مجلس النواب هناك ملفات بحاجة إلى حسم خصوصا إذا ما تحدثنا مثلا عن قانون أصول المحاكمات الذي يحدث إلى جلسة مشتركة ما بين مجلس الأمة بشقيها الأعيان والنواب ولم يحسم الخلاف عليه في الدورة الاستثنائية السابقة هناك قانون الموازنة العام لعام 2020 وقانون وحدات الحكومية وهذا القانون الذي شهد أصلا عمل قبل إنعقاد الدورة حيث أنه عقدت اجتماع ما بين رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس النواب مع الفريق الاقتصادي ورئيس الوزراء للتباحث في الموازنة العامة خصوصا إذا ما تحدثنا بأن الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد يلقي بضلاله أيضا على الموازنة إلى الآن لم تحسم النتيجة على أي مقاعد المكتب الدائم نحن معكم في هذه التغطية وفي النشرات اللاحقة إذا ما استجد جديد نحن معكم على رأس الساعة شكرا لك معاد الحنيطي مراسل المملكة من مجلس الأمة سنكون معك أولا بأول حول تفاصيل هذه الجنسة وانتخابات المكتب الدائم شكرا لك معاد إذن مشاهدين الكرام نبدأ الآن النقاش في هذه التغطية حول ما جاء في خطاب العرش ومضامين هذا الخطاب وأبدأ معك معالي سيد محمد داودية خطاب العرش جاء بالكثير من المضامين والرسائل إلى الحكومة وأيضا إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والعمل الآن يجري لربما على بداية التطبيق لهذه المضامين وسأبدأ بما تحدث به جلالة الملك أولا على مستوى السياسة الخارجية والهم الأول وهو مسألة القضية الفلسطينية عندما تحدث الملك عن أن الموقف ثابت لن يتغير والرسائل التي بعثها جلالة الملك في هذا الموقف بسم الله وشكرا لك وتحية لمشاهدي المملكة أحب أن أشير بداية إلى أن هذا الخطاب جاء مترافقا أو متوازيا مع استعادة السيادة الأردنية على الباقورة والغمر وليس صدفة أن التوقيت تم في هذا اليوم وليس صدفة أن يرفع العلم الأردني على الباقورة والغمر في نفس اللحظة التي كان جلالة الملك تحدث فيها فهذا يوم من أيام السيادة وأيضا يوم من أيام الدستور نحن نقدم الاستحقاقات الدستورية في مواقيتها الدستورية أيضا هذا من جانب جلالة الملك كقائد مرقوب الأردن كمركز مهم جدا في الإقليم أيضا يترقب العالم والإقليم قادة الإقليم وقادة العالم والرأي العام الأردني يترقبون منطوق جلالة الملك جلالة الملك تحدث في فترة وجيزة محدودة في 12 دقيقة وشوي على مسة كل العناوين التي يجب أن تمس لم يذهب إلى التفاصيل في كثير من القضايا لأنه كان خطاب العرش بالسابق إذا سمحت لدقيقة أحكي كان خطاب العرش بالسابق تكتب الحكومة وينقي الملك فكان الملك يقول ستفعل حكومتي وستعمل حكومتي وفي باب الصحة سنبني مستشفيات أنا كنت أكتب خطاب العرش أنا والوزراء الذين كنا في الحكومة بناء على برنامج الحكومة بناء أيوة برنامج الحكومة جلالة الملك باعتبار حكومته الآن اختلف خطاب العرش اختلف كليا وجذريا لم تعد تدخل في الحكومة بالعكس أصبح سرا من الأسرار التي تطلع عليها الحكومة في حينه كما تطلع عليها أستاذ عبدالله وأنا وكل المشاهدين والمتابعين هذا من جانب ولذلك جلالة الملك ما ذهب إلى التفاصيل ما بدناش نعمل مستشفى في غور الصافي ما بدناش نعمل كذا هذا كله تفاصيل من شأن الحكومة برنامج كتاب التكليف يعني أو الرد على كتاب التكليف برنامج الحكومة المحفزات كل القصص هذه شغل حكومة صار ولذلك صار خطاب العرش مختصرة يعني بتحكي على 10-12 دقيقة كان أول ياخد له نص ساعة وياخد له ساعة أحيانا خطاب العرش اليوم ذهب إلى كثير من التفاصيل الداخلية والخارجية بالنسبة للمسألة الخارجية جلالة الملك أكد مجددا على أن الأردن مواضب ومستمر وماشي إلى النهاية في الوقوف مع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق حقه في دولته المستقلة على تراب وطنه على حدود 67 والقدس عاصمة لهذه الدولة هذا العنوان الأساسي الرئيسي الذي أكد عليه جلالة الملك وهذا عنوان بالنسبة لنا مكلف يعني ليس سهلا أن يستمر الأردن على ترداد وتكرار والثبات على هذا الموقف لأنه موقف كما قال جلالة الملك دفعنا ثمن تاريخي نتيجة يكلف الدولة الأردنية الكثير كيف؟ يكلف الدولة الأردنية الكثير هذا الموقف نعم بيكلف كثير اسمح لي بالمقاطع هنا وسأعود إليك في مسألة أخرى والرسائل التي أوصلها جلالة الملك من خلال إنهاء ملف البقورة والغمر الرسائل بالأول ذهبت إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي ولربما أيضا إلى العالم الغربي والدول الأوروبية بشكل عام أنتقل إليك أستاذ جميل النمري سعادتك يعني الآن نحن نشهد مجريات الجلسة الأولى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب حمل كبير الآن على المجلس يجب أن يتعامل معه فيما يقص المجلس فيما يقص القضايا المطروحة على المجلس في هذه الفترة نتحدث عن ستة أشهر وهناك أيضا ملفات قوانين وقوانين معدلة يجب إنجازها في هذه الفترة ولنشهد الآن انتخابات المكتب الدائم ما الذي يجب على المجلس القيام به بعد انتهاء هذه الخطوة الإجرائية والتنظيمية للمجلس نعم الملاحظة الأولى هي التنبيه لما قالوا معالي أبو عمر أن خطاب جلالة الملك لا يتطرق إلى التفاصيل وفي مجال مجلس النواب وأعماله والقوانين المطروحة عليه أيضا لم يتطرق لها بينما في خطاب التكليف يتطرق إلى كثير من التفاصيل ولذلك من الخطاب ليس هناك أي شيء محدد يخص مجلس النواب باستثناء الدعوة إلى تعاون السلطات الثلاث ودور هذا المنبر مجلس النواب في مسيرة التنمية التحدي الأول اللي بواجه المجلس هو الآن الانتخابات واللي كان الحديث يدور حول توافق على الرئاسات وكما جاء في التقرير يبدو لم يتمكنوا من الوصول أنا بعض الأجزاء كان الصوت واطمة ما سمحتش إذا النائب خميس عطي سحب فيبقى إذا سحب يكون ظل ثلاثة مش موجود نعم لأنه كان هو يقول أنه إذا لم يحدث ثوافق لن يستمر في خوض المعركة فيبقى ثلاث مرشحين والثلاثة بالمناسبة بالستثناء واحد هم نواب سابقين للرئيس يعني مارسوا هذه المسؤولية من السابق الرئيس طبعا مستمر لأنه تحول بموجب التعديلات في النظام داخل مجلس نواب دورتين مش دورة وحدة فالمجلس رح ينتقل إلى جدول أعماله العادي الآن التحليلات عم تتحدث عن صعوبة هذه الدورة لأنها آخر دورة لمجلس النواب والنواب كلهم بدهم يروحوا بعدين لقواعدهم للانتخابات ولذلك الأداء سوف يرتبط كثيرا بالشعبية والشعبوية وارضاء كل ناخب لأبناء دارته الانتخابية والظهور بنجومية هذا يعقد عمل الحكومة ويصعب عليها هذا العادي في هذه الدورة؟ نعم هذه الدورة الأخيرة هذه آخر دورة للمجلس النواب الدورة العادية الأخيرة نحن نعلم بأنها الدورة الأخيرة ولكن هل سيكون الأداء شعبوي من النواب لأرضاء القواعد الانتخابية وليس العمل على ما جاء فيه في المضامين بشكل مباشر ما بدتها من النواب إنهم بيشتوروا شعبويا طبيعة الأمور عندما يكون هناك دورة آخيرة والنواب بعدها مباشرة بدهم يروحوا لقواعدهم الانتخابية بصير فيه نزعة للظهور وأرضاء القواعد وبالتالي فيه أداء خلنا نقول شعبوي هذا يعقد العمل الحكومة لأنه ستكون الهجمات قوية على الحكومة والشكاوة الآخرية وهذا سنلمسه في خطاب الموازنة أيضا هذه آخر موازنة في عمر مجلس النواب الحالي والموازنة تمس حياة المواطنين والموازنة هذه المرة صعبة جدا والسياسات الحكومية الأخيرة بالتجاوب مع المطالب برفع الرواتب ستكون عبئ كبير على الموازنة لا يقابلها عوائد مناسبة خصوصا أن الضرائب في آخر التقارير نزلت بدل أن تصعد ولذلك الموازنة ستكون صعبة وعلى الأرجح سيلجأ إلى تخفيض حاد في النفقات الرأسمالية لتقليل عجز الموازنة وبالتالي الخدمات والمطالب المناطقية الخدمية على الأرجح لا تستطيع أن تلبيها الحكومة لكن هذا نعلم لربما يكون جراء انخفاض الضرائب كما تحدثت وبسبب إجراءات حكومية ولكن كيف يمكن أن نربطه مع دعوة جلالة الملك في خطة بالعرش لتحسين الخدمة المواطن من ضمن البرنامج التحفيز الاقتصادي الذي تحدث عنه هذه المعادلة يعني معادلة صعبة هو أشوف الخطة صحيحة خطة تحفيز صحيحة وهناك مطالب المزيد مزيد من الانفاق الحكومي وتخفيف الأعباء والضرائب على الشركات من أجل تحفيز الاستثمار زيادة الرواتب من أجل تحفيز السوق وزيادة الانفاق وبالتالي تحريك السوق هذا عوائده لا تظهر فورا عوائده ستؤدي إلى زيادة واردات الخزينة لأنه بس يتحرك السوق وينمو الاقتصاد عوائد الدولة تزداد ولكن هذا ليس فوريا فلن يظهر في الموازنة القادمة ولذلك الوضع صعب يعني توجيهات جلالة الملك صحيحة 100% ولكن المشكلة المباشرة للموازنة القادمة هي أن الخلل بين الإرادات والنفقات سوف يظهر أكبر لهذا العام أو لهذه الموازنة هلأ كيف الحكومة بدها تحله يعني هاي القضية اللي راح تواجه الحكومة والنواب هذه الإجراءات ستواجه الحكومة والنواب وجلالة الملك وجه بأنه يجب العمل من قبل السلطات الثلاث بمساواة سواء كانت سلطة تنفيذية أو تشريعية أو حتى قضائية للعمل بالنهوض بهذا الواقع ومساعدة أيضا الحكومة في مسألة برنامج التحفيز الاقتصادي ولكن بهذه الفترة القصيرة استنادا إلى المادة 112 من الدستور يجب أن ينهي مجلس النواب الموازنة المالية قبل بشهر على الأقل هل سيستطيع خلال هذه الفترة موضوع النقاشات الموازنة والوحدات الحكومية موازنة الوحدات الحكومية وإرسالها فعلية هل في حس مسؤول عند النواب عادة يعني وأنا بلمسوا فيه كل وقت أنه بالأخير بلتزموا بحاولوا يسرعوا قدر الإمكان الموازنة ولكن هذه الموازنة سوف تكون خلافية فبين مسؤولية التسريع في عمل الموازنة والنقاش الصعب الذي سيدور حولها ما بعرف يعني راح يلاقوا نقطة توازن يمشوا عليها السادة النواب ولكن أيضا البرنامج الاقتصادي للحكومة خلافي جدا وهذا البرنامج يظهر في الموازنة قدير راح يكون في صدام بين الحكومة والنواب حول الموازنة لا أعرف ولكن أنا لا أتوقع أن الأمور ستكون سهلة وسلسة لإنجاز هذه الموازنة بعض المسؤولين يعني قادة القطاعات أو مسؤولية اللجان اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية تحديدا بالعاد يظهروا تعاون قوي مع الحكومة لتمرير الأمور والوصول إلى حلول وسط في بعض القضايا لن تمر الموازنة على عجل بحكم الفترة القصيرة يعني تتحدث بين النقاشات ستكون قوية لا أشوف في احتمال لأنه صار في مرات سابقة الموازن تأخرت بعد نهاية العام لا أجزم إذا سيتمكنوا هذا العام من إنجازها في الوقت المناسب عادة في النقاش الموازنة يتم استدعاء كل قطاعات يعني عندك 26 وزارة كل وزارة يتم استدعاءها المؤسسات المستقلة كلها تستدعاء وأيضا القطاعات الاقتصادية القطاع التجاري القطاع الصناعي الزراعي إلى آخره ففي عندهم يعني مراثون من الجلسات للاستماع على هذه الأطراف ما بأعتقد بقدروا يختصروا هذه اللقاءات سأأتي إلى قوانين أخرى بساعتك أيضا مطروحة على جدوى الأعمال هذه الدورة ومنها خلافية ومنها يحتاج إلى جلسة مشتركة كما أسلفنا ذاكرا أنتقل إليك دكتور موسى شتيوي جلالة الملك تحدث في هذا الخطاب أيضا عن مسألة الإصلاح وركز على مصلحة إصلاح سياسي مستمر ولكن يجب أن يكون هناك إصلاح إداري والجميع يعلم بأن الإصلاح الإداري هو العجلة الأساسية لأي إصلاح تريد الدولة أن تقوم به هل تعتقد بأن الحكومة ماضية بالفعل في مسألة الإصلاح الإداري بالتوازن مع إصلاحات أخرى أجرتها سواء كانت إصلاحات على المستوى السياسي أو حتى على مستوى تشريعات وقوانين وأنظم شكرا أكيد جلالة الملك أكد أنه لن يكون هناك رجعة عن عملية الإصلاح بشكل عام والإصلاح السياسي بشكل خاص لكنه أيضا أشار إلى أن عملية الإصلاح في الأردن تتم ضمن ظروف معقدة إقليمية صعبة وسياسية أيضا صعبة في الإقليم حقيقة بالنسبة للإصلاح الإداري أكيد أن الحكومة بدأت بهذا الموضوع سواء نتكلم عن إعادة النظر الآن مفروض أن يكون هناك إعادة النظر في الهيئات المؤسسات المستقلة وإمكانية النظر بإمكانية دمجها أيضا المضي قدما في الحكومة الإلكترونية إذا جاءت التعبير أو الرقمية أيضا في مشروع وشارعي الواضني جلالة الملك بأنه سوف يعاد النظر في هيكلة الرواتب بالنسبة للقطع العام أنا أعتقد أن الإصلاح الإداري لا يقل أهمية عن إصلاح السياسي لأننا نتكلم عندما نتكلم عن الإدارة العامة نتكلم عن فعالية الإدارة العامة نتكلم عن قدرتها أن توصل الخدمات للناس بالوقت المناسب وخدمات جيدة ونتكلم أيضا عن تطبيق سياسة القانون يعني بالتالي يعني بعيدا عن إصلاح السياسي كعنوان يعني كبير يعني الإدارة يعني هي جزء أهم جدا من عملية الإصلاح السياسي فأنا أعتقد أنه يعني جلالة الملك أشار يعني لهذه القضايا المختلفة وأن الحكومة إذا يعني تنفذ هذه التوجيهات والمشروع يجب أن تستمر بهذا الموضوع لأنه حتى أخي عبد الله يعني في كثير من الدرسات بتشير أنه حتى في ظروف اقتصادية صعبة يعني إدارة فاعلة وفعالة يعني ممكن تساهم في تحفيز الاقتصاد يعني الاقتصاد هو ليس عملية منفصلة عن إدارة يعني إدارة الحكمية والإدارة العامة بهذا الموضوع لكلنا من نعرف المعاملات الاستثمار كل هذا موفق في هذه الحكومة بالقطاع العام بالتالي إصلاح القطاع العام يعني أنا أعتقد هو عنصر أساسي في تحفيز في عملية دفع العملية الاقتصادية إلى الأمام طيب شكرا لك نوى فقط إلى أخبار عاجلة ترد الآن من وجه السنواب يبدو أن النائب دصار القيسي حصل على النائب الأول بأعلى الأصوات باعتبار الإعلان الرسمي ويبدو أيضا بأن النائب الثاني سيكون سعادة النائب أحمد الصفدي سنؤكد هذه الأرقام وهذه الإحصائيات مع مراسلنا مع دلحيطي عند اكتمال عملية الفرز بشكل كامل وأيضا انتخاب المساعدين أعود إليك هذا تجديد لنصار القيسي لأنه كان برئيس سنعود إلى هذه النقطة معك سعدتك لكن معالي محمد دودية في خطاب العرش جلالة تلميك تحدث بأن هذه الدورة الدورة العادية تأتي في ظروف استثنائية وأشار أيضا بأن تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي يحتاجها العمل والإنجاز وأيضا أشار بأن لا يوجد أنسب من هذا المنبر وهو منبر البرلمان لدعوة سلطات الثلاث لإنجاز المهام بشكل أكبر برأيك كيف ستلتقط الحكومة هذه الرسائل الملكية وتطبيقها على أرض الواقع نتحدث على المستوى المحلي بداية ثم ننتقل إلى سياسة خارجية يعني المشكلات على المستوى المحلي شائكة جدا وصعبة بحكم الظرف الاقتصادي بحكم الفريق الوزاري بحكم يعني عناصر مختلفة كثيرة ومن هون يعني العمل في هذا في هذه البيئة في هذه المخاضة الصعبة الحقيقة يحتاج إلى روح فريق إلى روح فريق صارمة بدون أي يعني زوايا أو أي التكايا هذه مسألة يجب على الحكومة أن تخلقها الآن الفريق الوزاري جديد على بعضه عدد منه جديد على المجموعة الأمر الذي يقتضي أن يعني تخلق هذه الحكومة يخلق هذا الرئيس صيغة منسجمة مترابطة بعيدة عن أي مترابطة انحيازات يعني ما يقولوا هذا جماعة الديوان وهذا جماعة المخابرات وهذا جماعة مش عارف شو لا بدوا يخرج من هذا الثوب الذي الحقيقة استغلوا بعض الناس الذين ليسوا محسوبين لا على هذه الجهة ولا هذه يعني هذه مسألة مهمة جدا حتى يعمل سويتش الرئيس ويشتغل صح بدوا يصنع الفريق بدوا يخلق الفريق بدوا يعمل هذا الهارموني بين أعضاء الفريق في وزراء اجداد في وزراء كانوا في وزارة استلموا وزارة ثانية يعني وزير التخطيط استلم وزارة مالية وهي وزارة جديدة عليها وهي وزارة صعبة يعني الوزير الذي رحل له عشر سنوات أمين عام وزارة مالية هذه أكثر وزارة الآن في الرهان صعب على وزير جديد عليها عليها المهام صعبة التحديات كبيرة الظرف الاقتصادي خانق الاستحقاقات هائلة على كل المستويات يعني زي ما تفضلوا الإخوان في رواتب بدها إعادة بناء الظرف الاقتصادي يعني الرواتب الحالية في القطاع العام وفي القطاع الخاص والمتقاعدين المدنيين والعسكريين لا يمكنهم من العيش الكريم خليني أقول شايف وحتى تعدل هذه الرواتب بدك مخصصات المخصصات زي ما قالت سيد جميل بده يلجأ للقروض يعني رئيس الحكومة بدرجة أو بأخر لكن بالمقابل يجب أن تقام ورشة وطنية هائلة للتقشف العميق الحقيقي الصلب اللي بيعني إش كثير احنا عنا خمسين سفاراة دولة غارقة في الديون دولة غارقة في المشكلات دولة مش لاقي تلاقي رواتب بتسكر لها عشرين سفاراة لو الظرف غير هيك منقول تفتح ثلاثين سفاراة جديدة الآن الظرف خانق فيه هيئات مستقلة تفضل الأستاذ مخامري حكى عنها كمان مش بس يعني تدمجها وتخلي رواتبها وتخلي رئاساتها وتخلي نفقاتها لا بدك إعادة بناء لهذه الهيئات التي يجمع الاقتصاديون والرأي العام على أنها يعني اختلقت لغايات مختلفة في عندك رواتب عالي جدا في بعض القطاعات كمان مستقبلا إحنا عنا 130 عضو مدلس نواب على إيش كنا ثمانين كان كنا ثمانين عضو في مدلس النواب والعيان أربعين يسيدي يرجعوا مية يرجعوا تسعين هذه رواتب ونفقات وسفرات وامتيازات ومكافآت كلها طيب سياسات الحكومية المتخذة الآن في هذا الإطار قبل خطاب العرش وبعد خطاب العرش الذي سيتم اتخاذه من الخطوات من الحكومة يبدو بأن التركيز الآن يأتي على مسألة تحفيز الاقتصادي مسألة البرنامج التحفيز الاقتصادي من خلال المتابعة لهذه الخطة التي تم طرحها هل تعتقد بأنها مجدية في القطاعات التي طرحت فيها وستحقق نمو اقتصادي يرفع من الشأن الاقتصادي للأردين يعني جلالة الملك حددها الأربع محفزات وأيضا أشار إلى محفزات جديدة سترد وأيضا دولة الرئيس أشار إلى محفزات جديدة هذه المحفزات ما جاءت إلا للإحساس بعقم الأداء بعقم النتائج يعني النتائج التي جربت واضح أنها كانت عقيمة استدعت استدعت مسارا جديدا واستدعت تدخل الملك لأحداثها واستدعت تدخل الملك ومتابعة الملك ملك بيقول أنا بدي أتابع المنجزات اللي في هذا الباب هذا الحقيقة من شقين الشق الأول أن الظرف الاقتصادي لا يمكن يعني خلينا نقول آدم سميث لو إجا ما بيحل مشكلات الأردن هذا من جانب لكن من جانب آخر كمان التعثر الحكومي في هذا الباب أو ذاك الارتباك في هذا الباب أو ذاك تعديلات اللي فيها غرابة وفيها تجريب كبير والبلد ما بتتحمل أنك تظل تجرب يعني وزراء جاءوا في التعديل الأول خرجوا في التعديل هذا وأبصر فيه تعديل جديد ولا لا يعني فيه 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 مسار فيه تراك مش ماشين على التراك الصحيح هنا لعل هذه المحفزات تكون بداية لوضع يعني لقطف بعض الثمار في بعض القطاعات وأهمها تعديل تعديل الإنفاق الحكومي الدخول في نفق تقشفي وطني مؤلم وقاسي وصعب ولا بد من إجراءات يعني جراحية في هذا الباب سعاد النائب جميل النمري يعني بما تحدث به معالي السيد محمد داودية في مسألة بأن جميع السلطات يجب أن تعمل على تحقيق هذا الهدف كيف يمكن لمجلس النواب أن يدعم الحكومة في تحقيق أهدافها وأيضا جلالة الملك تحدث بأن الجميع اليوم مسؤولون وفي الغد سيكونوا مساءلين هذا تعبير جميل جدا هذه الخيرات وهي رسالة واضحة أيضا لمجلس النواب نعم نعم أنتم اليوم مسؤولون وغدا مساءلين وهذا ما يريده الشعب الأردن المساءلة هذا ما لا نرى في التعديلات الوزارية زي ما حكى أبو عمر يعني بيجي وزر ويطلع وزر ما بتعرفش هل قصروا الوزر اللي دخلتم في التعديل السابق وطلعتتم في التعديل الحالي أم هي مساءل توازنات وجغرافيا وربما قرب وبعد إلى آخر هذا كله غير واضح ومع الأسف هذا النهج الذي طالما طالبنا بتغييره لم يتغير حتى الساعة على كل حال يعني هذا مرتبط ربما بكل موضوع الإصلاح السياسي ولكن مجلس النواب الآن هو بيده أداة وحيدة هي التشريع رقابة إضافة إلى الرقابة هلأ بحكي عن الرقابة بس في الجانب التشريعي يبدو أنه ويعكس ذلك خطاب جلالة الملك ليس هناك رهان على التعديلات التشريعية لتنجز التغييرات لأنه الكثير من التشريعات أنجزت ابتداء من قانون الاستثمار وأجر لذلك الملك اللي ركز وتحدث عن الإجراءات بده يشوف إجراءات تقوم بها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتحدث عن حزم الحزمة الأولى اللي قبل أيام تم أخذها وربما بالانتظار حزم أخرى وأعتقد أنه جلسات الحوار الاقتصادي في ديوان الملكي ربما تكون على الأرجح تطرقت إلى ذلك النواب يبقى الدور الرقابي في الدور التشريع هناك تشريعات مهمة نرجع نحكي فيها ولكن الدور الرقابي أن يقوم النواب بعمل حقيقي حثيث للمتابعة اليومية لأداء الحكومة لدورها في كل وزارة هناك التزامات هناك خطط إصلاح هناك رقابة أيضا حكومية على الأداء النواب عليهم أن يراقبوا رقابة الحكومة على أداء الوزراء لأنه في وحدة بدل وزارة تطوير القطاع العام صار عندنا وحدة برئاسة الوزراء والها وزير مسؤولة عن متابعة أداء الوزراء هل تقوم بعملها في الرقابة فعلا؟ هل كل وزارة تنجز الإصلاحات الإدارية المطلوبة؟ هل تنفذ الخطط المطلوبة؟ أنا أقول لك من تجربتي وخبرتي مجلس النواب لا يقوم بهذا العمل بطريقة كافية ما الذي يحتاج مجلس النواب للقيام بدوره؟ مجلس النواب أن تتحول اللجان البرلماني لأنه في عنا لجنة لكل قطاع إلى خلايا عمل تتابع يومين الوزراء أسبوع يوم تستدعيهم يكون النواب حظين درسهم كويس أنتم تقارير عن الأداء في كل وزارة بأخذوا من الحكومة تقارير المتسوق الخفي تقييم الأداء وبسألوا الوزراء عن هذا الأداء باستمعوا لشكاوى المواطنين وفي أيضا للشكاوى موقع يعني هل يحتاج مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب إلى مسألة تعديلات لربما في مسألة النظام الداخلي أو في اختيار اللجان والانتخابات الداخلية هذه قصة أيضا كبرى أنا مفكر إذا وتيح لنا المجال أجي عليها لأنه هذه آخر دورة دورة لمجلس النواب ومجلس النواب يحتاج إلى تعديلات عميقة على النظام الداخلي بما يشمل أيضا آلية الدورة الرقابة لأن اللجان يعني وضع غير مرضي أبدا من حيث الأداء اللجان حتى الساعة هي منافسة على التصدر وبعد ذلك ببطل حدا يحضر اجتماعات اللجان ألا بدك يكون في ضمن النظام الداخلي آلية أولا لإعادة تشكيل اللجان بطريقة مختلفة واثنين الأداء وعمل للجان صارم في الالتزام والمتابعة هذا غير موجود دور الحكومة في هذا الإطار يعني ربما البعض يتحدث بأنه الكثير من النواب يطرحون أسئلة خلال جلساتهم على الحكومة وينتظرون الرد والبعض يتحدث بأن الحكومة في بعض الأحيان لا ترد على هذه الأسئلة أو تتأخر في الرد ولكن كيف يمكن التركيز على مسألة التنسيق ما بين هذه الدوائر والمؤسسات وهي مسألة مهمة مسألة التنسيق والتشبيك يعني على مستوى مؤسسات صغيرة بلديات نرى عدم تنسيق فكيف بك على مستوى سلطات تنفيذية وتشبهية وقضائية الحقيقة يعني مجلس النواب أحيانا لا يساعد الحكومة في أن تعمل وتكسب الوقت بطريقة جيدة على سبيل مثل الأسئلة الأسئلة هي أدارة قابية مهمة بيد النواب تستنزف فيما لا طائل من وراء أحيانا أسئلة أكثر مما يجب تكون استعراضية للنواب أمام قواعدهم أسئلة تطلب تقديم وثائق يعني مرات كان يجينا على مجلس النواب رد على سؤال يعني مجلد هيك وفي أرقام وثائق طالبها النائب وهي غير ضرورية فمن الممكن لمجلس النواب وهناك دورة للمكتب الدائم في ذلك أنه يعمل شوية غربلة للأسئلة بمعنى الأسئلة غير ضرورية أو المكررة لأنه في أسئلة طرحت عدة مرات في دورات سابقة النائب الجديد في الدورة هذه لا يكون عارف أصلا أن هذه طرحت فإذا أداء مجلس النواب كويس والمكتب الدائم بيجي يقول للنائب يا عمي هايد بالألف والفين واربعطعش هذا السؤال نفسه قدمه هاي الرد عليه بما تعلق بالوثاق من الممكن أن يدير مجلس النواب أداءه بطريقة تخفف على الحكومة الأعباء ولكن تزيد على الحكومة الرقابة والمسائلة المسائلة العملية مش الشكلية احنا ما بدنا نقلص حق النواب في المسائلة ولكن بدنا نحسن ونقوي دورهم وتنظيم هذا الدور لتكون الرقابة مفيدة للشعب رقابة يومية على الأداء بحيث الوزراء يكونوا تحت ضغط دائم من قبل اللجانة النيابية وهذا بمكن أنه تيجي تقول للحكومة يعمل وزير بالشهرين هذولا لا ما انجزش ما يجب أن ينجزه سأعود إليك هذه الصور تأتينا مباشرة الآن من مجلس النواب ننوه إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب هو سعادة النائب نصر القيسي تجديد لهذه النياب الأولى وجاء هذا المنصب بعد منافسة مع النائب أحمد الصفدي وإعادة الفرز لربما لأكثر من مرة يبدو بأن هناك أوراق خلافية كانت في خلال مسألة الانتخاب إذن النائب الأول لرئيس مجلس النواب هو سعادة النائب نصر القيسي بحصوله على أعلى عدد من الأصوات بعد منافسته مع سعادة النائب أحمد الصفدي سنكون بهذه التفاصيل بعد قليل بشكل أكبر وخلال الساعات القادمة على قناة المملكة ولكن الآن أعود إليك وأنتقل إليك الدكتور موسى الاشتوي يعني جلالة الملك أيضا في هذا الخطاب أوضح وبين جانب مهم وهو رقابة جلالة الملك على كل ما يحدث سواء من الحكومة أو من النواب ومتابعته للشارع عندما تحدث بأنه يعلم ويشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات الشعب العزيز وبأن الوطن كله هو في رقب الجلالة الملكة هذه أيضا رسالة مهمة إلى الحكومة وأجهزتها كيف يمكن أن تتعامل في مسألة تقديم الخدمات للمواطنين وأيضا إنجاز ما جاء في برنامج بالشكل العام سواء كان الحكومة أو حتى مضمين خطاب العرش شكرا نحيثا اسمحني بداية على الموضوع العلاقة بين الحكومة والتفضل فيه الأستاذ جميل طبعا مهم جدا من ناحية الإصلاح لنظام الداخلي لمجلس النواب لكن نحن الآن نتكلم عن أمام مرحلة بسيطة جدا ومليئة بالتحديات وأنا أعتقد عندما جلالة الملك أقال أنه بدنا السلطات تتعاون مع بعض البعض يعني الفكرة هنا ليست إصلاح سياسي لداخل المجلس وإنما إيجاد آليات جديدة للتعاون في حل المشكلات والتحديات اللي أشارلها جلالة الملك فأنا بتوقع وبتأمل أنه يعني يكون فيه من الطرفين من الحكومة والمجلس النواب يعني خنقول طريقة مختلفة يعني للتعامل مع حتى فيما يتعلق في موضوع الموازن وكل من يعرف أنه دورة أخيرة والتالي أنا أعتقد أنه يعني جزء من الرسالة اليوم اللي بعثها جلالة الملك أنه لما أشارهم هاي المؤسسات أو السلطات تتعاون مع بعض البعض ولم يهمل القطاع الخاص على فكرة يعني غالي أن مسألة مواجهة هذه التحديات يعني مسؤولية جماعية مسؤولية جماعية يعني السلطات الثلاث بالإضافة لقطاع الخاص لأنه كمان هو المكون الآخر من المجتمع حتى حقيقة المواطن والشباب أيضا يعني ليس 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 غريبة لكن أنا أعتقد الرسالة اللي هنا كانت أنه زي ما أنتم يعني المواطنين يعني يعانوا من يعني قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية أيضا الوطن يعاني من تحدياته ومشاكل أخرى يعني عندما قال الوطن برقبتي يعني الفكرة أنه يعني مقاربة بين الثلاثين وأنا أنا أعتقد أنه الملك جلالة الملك أشاد بشكل مباشر أي اليوم في خطابه في قدرة الأردنيين على الصبر والتحمل ومواجهة التحديات أنا أعتقد هذه الرسالة في غاية الأهمية أنه يعني كلنا بحاجة أنه نعمل مع بعض والأردنيين ما في إشي عاصي عليهم بهذا بهذا الموضوع وإذا يعني سمحت لأظيف كمان أنه عندما أتكلم عن مسألة التحديات قال أن الأصعب يعني قد مر انتهى وبالتالي أصعب في عملية الإصلاح أنا هنا أعتقد وهذا في غاية أهمية أنه نركز عليه أنه يحاول أن يبعث رسالة إيجابية ويبعث روح التفاؤل لدى كل الأطراف ليس فقط المواطنين يعني نعرف إحنا حالة التشاؤم والقلق اللي موجود أشارها جلالة الملك اللي موجود عند الناس أنا أعتقد أنه بحاجة إلى تغيير المزاج العمل يحتاج إلى نظرة متفاعلة نظرة إيجابية نظرة تثق في المستقبل هذا بدكرك للشباب دكتور موسى هل ترى بالفعل بأن الاهتمام الحكومي في قطاع الشباب مجدي ومجزي ويعطي الشباب حقه خصوصا بيننا نتحدث عن مسألة الإصلاح الإداري وارتباط بباقي الإصلاحات نتحدث عن مسألة الاختيار والتعيين في الوظائف سواء كانت القيادية أو حتى الوظائف الصغرى ورشاقة الجسم التنظيمي واختصار الإجراءات ودعم الشباب وجلالة الملك دائما يركز على دعم المشاريع الريادية والأفكار الريادية للشباب بالتالي في قطاع الشباب هل يمكن للحكومة الخروج بشكل أكبر أيضا من هذه الإجراءات الضيقة إلى توسيع مهماتها فيما يخص قطاع الشباب تحديدا أنا بأعتقد وشي تنظر مختلف يمكن تكون جذريا عما يدور بما يتعلق في قطاع الشباب هل حصر يعني مشكلة الشباب في وزارة معينة أنا بأعتقد كسياسي هل لا مش كأشخاص أنا مبكي يعني عن وزارة معينة أنه نقول أنه مشاكل الشباب هي في هذه الوزارة أنا أعتقد هذا من وجهة نظري خطأ في الحوكمة في الإدارة لأنه كلنا نعرف أنه مشاكل الشباب هي موجودة في كل القطاع في كل القطاعات الموجودة وبالتالي تحمل وزارة الشباب أكثر ما ما تستطيع لأنه وزارة شباب يبقى لها النهوض في العمل الشبابي في الأندية الرياضية الفكرية ثقافية وهذا مهم جدا بس أنا أعتقد مشاكل الشباب اليوم ليست فقط في هذا الجانب يعني مشاكل الشباب اليوم بشكل أساسي بالتعليم بالتشغيل بالعمل بهذه القضايا عشان هيك أنا بقول أن السياسات الموجهة للشباب لازم تكون موجودة في وزارة الصناعة والتجارة عند التخطيط وعند التنمية الاجتماعية وعند التعليم ووزارة التعليم ولد الجامعة ليس فقط في وزارة الشباب الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تتم إطلاقها هل تعتقد أنها أخذت هذه المناحة بشكل أكبر وتوزيحها على هذه الوزارات مثل ما ذكرت وزارة الصناعة والتجارة أو وزارات أخرى هلأ الاستراتيجية يعني حيث أن جهد ممتاز يعني فيها كثير من الإيجابيات السؤال دائما يطرح عندما نضع استراتيجية معينة هل هناك تكلفة لتنفيذ الإجراءات هل هناك الميزانية المرصودة للخطط الموجودة في الاستراتيجية أم لا هذا والسؤال وأنا أعتقد مش موجود لأن أطلقت الاستراتيجية في المنتصف العام تقريبا يعني إلى حد ما وبعد إقرار الميزانية فهذا الفكر الأساسي الاستراتيجية ممتازة أنا طلعت عليها وفيها بنود يعني جدا إيجابية وجيدة لكن في معالجة القضايا المختلفة لا ما في ميزانية مرصودة للتالي أنا أعتقد أنه بدنا مقاربة جديدة لكيفية التعامل مع مشكلات الشباب أكيد فيه يعني جهود اقتصادية كثيرة برامج إن هذا كله بتحاول يعني توفر مشاريع صغيرة وتدريب للشباب طبعا هذا كله شيء مهم لكن إحنا أنا أعتقد أنه إذا كان بجوز بحاجة أنه نوضعه فيه سياق متكامل مدمج يعني مع باقي القطاعات المختلفة الشباب التعليم مهم جدا للشباب ما ذي حدث في مؤسسات التعليم العالي اليوم يعني بما يتعلق في تمكين الشباب وقدرتهم ومستقبلهم هذه أسئلة يعني أنا أعتقد أنه لازم تكون مطروحة وقد لا تكون يعني هي يعني لا نستطيع أن نحمل وزارة الشباب عبق كل يعني هذه القضايا بس حقيقة أنه الوزارة يعني بدأت تلعب دور يعني فاعل في الفترة الماضية ولنأمل أنه تستمر يعني في 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 هذا النهج على الأقل على الصعيد الفكري والصعيد التذقيف وصعيد البناء الشخصية والبناء الثقافي للشباب أنا بعتقد هذا كمان شيء مهم طيب يعني سنعود للنقاش بشكل أكبر ولكن يعني خلال ردود سواء لرئيس مجلس الأعيان دولة فينس الفائزة وحتى رئيس مجلس النواب عاطف الطرونة تحدث رئيس مجلس النواب عاطف الطرونة بأن المجلس يدرك أن كل ما يشغل عقل جلالة الملك هو الأمن الاقتصادي وإذ كنا على علم واطلاع بأن ما يشغل عقل الملك ويشغل جميع الأردنيين هو الهم الاقتصادي فإن علينا واجب دعم توجيهات جلالته وأن نضع خطتنا ورؤيتنا في الأمر من منطلق دورنا التشريعي عبر مناقشة وإقرار قانون موازنة عامة موجهة بهدف معالجة فجوات رواتب القطاع العام ودعم قطاعي التعليم والرعاية الصحية ومعالجة التشوه الضريبي الذي عطل حركة الأسواق وأسهم في تراجع النشاط الاقتصادي للقطاعات الفاعلة إذن كانت هذه التصريحات لرئيس مجلس النواب عاطف الطرونة بعد الاستماع إلى خطاب العرشة لأنا أعود إلى ضيوفي هنا وأبدأ معك أيضا من جديد معالج سيد محمد دودية سأنتقل معك إلى شأن خارجي ورسائل خارجية أيضا كانت موجودة في خطاب جلالة الملك عندما تحدث الملك عن الموقف الثابت للأردن تجاه القضية الفلسطينية ولكن كانت هناك رسالة أخرى بعت بها جلالة الملك عندما دعا المسلمين والمسيحيين إلى تعزيز الحماية على المقدسات ودعم الأردن في الحفاظ على الإخوة رسالة مهمة يبعت بها جلالة الملك سواء كانت إلى المسلمين أو المسيحيين لدعم الأردن كيف سيتم تلقيها من الدول العربية إقليميا دوليا؟ يعني هذا الاستنجاد بالعالم المسيحي ومسلمي جاء نتيجة إحساس واضح أو نتيجة أداء واضح للإدارة الإسرائيلية أو للقيادة الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية يعني استهداف القدس واستهداف المسجد الأقصى ومحاولة فرض التقاسم الزماني والمكاني وقصص كثيرة مختلفة تحتاج إلى فعلا الأردن لا يتخلى عن مسؤولياته بحكم الوصائل العاشمية بحكم دور وزارة الأوقاف في الأرض المحتلة في المقدسات لكن هذا الاستنجاد جاء نتيجة إدراك ومحاولة وضع أيضا هذه الدول أمام مسؤولياتها هذه مقدسات للعالم كله هذه يعني عاصمة روحية للعالم القدس ولذلك استهداف فلا يجب أن يمر يعني أن يترك أعباء مواجهته للأردن فقط أو للشعب الفلسطيني فقط هذه رسالة مهمة جدا هذا الاستقواء بالعالم على الظلم الذي يصير على الاستهداف الذي يصير على العدوان الذي يصير على مقدساتنا استقواء صحيح واستنجاد صحيح وهذه خطوة على درجة عالي جدا من التأثير أنا أعتقد أنه سيصير في استجابات العالم ضميره حي ومتحرك أوروبا تتابع في سفارات في الضفة الغربي وفي سفارات في إسرائيل يشوفوا ويتابعوا كل ذلك العالم شيئا فشيئا يقترب من إدراك أن إسرائيل دولة قائمة على التوسع والعدوان والظلم والفصل العنصري وكل ذلك بذكرك للسفارات كلام جلالة الملك واضح تترجم الحكومة بأذرعها الموجودة ما المطلوب الآن من وزارة الخارجية لإيصال هذه الرسالة إلى العالم بشكل أجمع وبحديثك أيضا عن السفارات أذرع وزارة الخارجية كيف يجب أن تعمل الآن لإيصال هذه الرسالة وتحشيد دعم أيضا دولي للموقف الأردني نعم بأمانة وزارة الخارجية الأردنية في عندها تقاليد في مؤسسة هذه الوزارة بنيت على عين الملوك الهاشمين على عين الملك حسين والملك عبد الله وتكرست لديها وتبلورت لديها استراتيجيات وتقاليد وكل ذلك يمكنها أن تتلقف نداء جلالة الملك هذا النداء المهم تتلقف وتحول إلى برنامج عمل أو إلى برنامج اتصال في العالم الآن هذه وزارة الخارجية ممتدة في معظم الدول العالمية زي ما حكيت لك في عنا خمسين بعثي في العالم هذه في مراكز القرار كلها مغطاة طبعا أوروبا مدلس الأمن يعني دول مدلس الأمن كل هذه يمكن لوزارة الخارجية وتحمل قضية عادلة يعني مش مطلوب أنه تيجوا تعالوا بالله جيبونا سلاح وخرجوا الإسرائيلية من الضفة الغربي لا أنت بتحمل قضية عادلة بتقولهم أننا لا نتمكن وحدنا من حماية المقدسات من العدوان الإسرائيلي المتصاعد اليومي المداهمات الحفريات الإغلاقات قاعدين بابنة روماي كل هذا الضم القضم كل يوم في مستوطنات جديدة كل يوم في تغيير على الديمغرافيا في الضفة الغربية وفي القدس على وجه التحديد وزارة الخارجية والدبلوماسية الأردنية الحقيقة قادرة على أن تحمل هذه الرسالة اثنين في الدبلوماسية الشعبية أيضا مؤسسات منظمات المجتمع المدني الأعيان البرلمان الأحزاب الأستاذ جميل أحد يعني إلو صلة بالاشتراكي الدولية وعلاقات فيها كل يعني نوابنا لما بيروحوا الحقيقة ما بيقصروا في مسألة التركيز على الاعتداءات وعلى الاستهدافات اللي بتمس المقدسات هذه الإعلام يعني احنا مستبشر خير بأيضا وزير الإعلام الجديد اللي كان دبلوماسي وكان سفيره وملم بقضايا مختلفة وكان دبلوماسي في أو سفير في تركيا وفي روسيا وإلى آخره فمؤمل أن يتم التعاون طبعا راح يتم بين وزارة الخارجية ووزارة الإعلام كل هذه المنظومة الأردنية الشعبية دبلوماسية شعبية ودبلوماسية رسمية لحمل نداء جلالة الملك على محمل التأثير سأأتي معك أيضا إلى مسألة إنهاء جلالة الملك لملف البقورة والغمر وكيف استقبلته الدول بشكل عام سواء كانت دول عربية أو دولية وكيف ستتعامل مع الواقع القادم في السياسة الخارجية فيما يخص إسرائيل تحديدا ولكن اسمحوا لي ضيفي أن أرحب مجددا بمراسل المملكة معاد الإحنيطي من مجلس الأمة معاد أهلا بك هل انتهت انتخابات المكتب الدائم بشكل رسمي والمساعدين ومجريات هذه الجنسة معاد نعم عبد الله قبل قليل رفع رئيس مجلس النواب عاطفة طراونة الجلسة إلى الساعة الرابعة والنصف كاستراحة لنواب بعد هذا الوقت الطويل في انعقاد الجلسة الأولى من عمر دورتهم الرابعة والأخيرة للمجلس الثامن عشر حسم قبل رفع الجلسة منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب لصالح النائب نصار القيسي في الجولة الثانية من الانتخاب بعد أن تمت الجولة الأولى ما بين النائب مصطفى ياغي والنائب نصار القيسي والنائب أحمد الصفدي ولكن لم تحسن من الجولة الأولى بسبب عدم حصول أحدهم على الأكثرية المطلقة من أعضاء مجلس النواب مما ذهب بهم بأن تذهب المعركة الانتخابية إلى جولة ثانية بين أعلى اثنين حصلوا على الأصوات وهم أحمد الصفدي ونصار القيسي عند الشروع بالانتخابات وبعد البدء بالانتخابات بوقت قليل أعلن النائب أحمد الصفدي انسحابه لصالح زميله النائب نصار القيسي لتحسن مقعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب لصالح النائب نصار القيسي رفعت كما قلت لك رفع الجلسة المهندس عاطف الطراونة إلى الرابع ونصف ليعود النواب لإجراء انتخابات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والتي تدار وتجرى بنفس طريقة انتخابات النائب الأول لمجلس النواب من بورصة الأسماء تشير إلى أن المترشحين هم تامر بينو من كتلة الإصلاح النيابية أيضا هناك حديث عن كمال لزغول هناك حديث عن النائب أحمد اللوزي وحديث عن النائب سليمان الزبن من الجدير بالذكر هنا أن النائب سليمان الزبن قد تولى سابقا منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بعد ذلك سيصار كما قلت لك قبل قليل إلى انتخابات المساعدين بورقة واحدة يحصل على منصب المساعدين أو على المنصبين من يحصل على أعلى الأصوات هل يمكن الحديث عن توافقات في رسالتك الأولى تحدثت عن توافقات لا أعلم إن كانت على منصب النائب الأول الآن في انتخابات منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هل هناك حديث عن توافقات لتجاوز هذه المرحلة وتجاوز هذا الوقت نعم عبد الله حتى هذه الاستراحة من الممكن أن تكون فرصة للكتل النيابية وللنواب المترشحين للجلوس مع بعضهم ومحاولة الوصول إلى توافقات تحسم هذه المناصب الثلاث التي بقيت وهي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ومساعدي الرئيس الاثنين يعني من الممكن أن يحصل توافقات من الممكن أن يحصل انسحابات نحن تحدثنا عن أربع نواب يريدون الترشح للمنصب الثاني لرئيس مجلس النواب ولكن من الممكن أن تستقر بورصة الأسماء على اثنين أو ثلاث أو من الممكن أن تذهب للجلوس هناك محاولات جادة من قبل بعض النواب للوصول إلى التوافقات يعني قبل أن يذهب النواب إلى الجولة الثانية في انتخابات النائب الأول حاول عدد من النواب في مداخلات لهم إقناع النواب الاثنين أحمد الصفدي ونصار الرئيس بالانسحاب لبعضهما لكن كان هناك إصرار من قبل الاثنين على خوض الجولة الثانية ولكن في منتصف الجولة الثانية أعلن النائب أحمد الصفدي انسحابه لصارح زميله نصار الرئيسي يعني من الممكن أن تشهد الانتخابات انسحابات من الممكن أن تشهد توافقات ما بين الكتل والمستقلين على هذه المناصب الثلاثة هنا أحب أن أضيف أيضا عبد الله بأن مازالت خطبة العرش تلقي بضلاله هنا على نواب وعلى حديث النواب في كواليس المجلس وفي أروقة المجلس كثير من النواب وصف خطاب العرش بأنه يعني خطاب حاسم ومفصلي ويؤشر بوضوح على مسائل يجب العمل عليها والتشارك ما بين السلطات الخروج منها أيضا ملف الباقورة والغمر يلقي بضلاله هنا حيث هناك فرحة من قبل النواب هناك حديث عن أن هذا يسجل كامتصار دبلوماسي وسياسي للدولة الأردنية بكل مفاصلها من خلال استعادة هذه الأراضي وإنهاء العمل بملحق الغمر والباقورة قبل قليل أيضا كان بعض النواب وبعض منهم هنا يتداولون فيديو رفع العلم الأردني على منطقة الباقورة والغمر ويرون بأنه يعني يحق أن يقال عنه نصر أردني سياسي دبلوماسي تجاه يعني وتأكيد على السيادة الأردنية في كل شبر من أراضي الدولة الأردنية حديث جلالة الملك أيضا عن خلق فرص اقتصادية جديدة خلق فرص عمل يعني كان يشغل حيث كبير من أحاديث النواب أيضا كان هناك تركيز من قبل النواب على كلمة جلالة الملك عندما قال إنها دورة عادية في ظل ظروف استثنائية وأن الأردن قادر على تجاوز كل هذه الظروف الاستثنائية ويمشي أو يسير بخطة ثابتة يعني للأمانة كل ردود الفعل هنا تؤشر بأن كلمة جلالة الملك تحتاج إلى نهج حقيقي في العمل والتشارك ما بين السلطات لخلق واقع جديد وفرص جديدة وتجاوز كل التحديات لا سيما إذا ما تحدثنا عن التحديات الاقتصادية التي تحتاج إلى قرارات هذا بحسب النواب إلى قرارات جريئة وتشارك تدفع بالأردن إلى الأمام لتجاوز هذه التحديات شكرا لك مرسل المملكة من مجلس الأمام معاد الحنيطي توجيهات ومعالم طريق في المجالات كافة خطها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش الذي افتتح به أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المؤذم جلالته أعلن أمام موثل الشعب انتهاء العمل بملحقي البقورة والغمر في اتفاقية السلام مع إسرائيل كما أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين جلالته قال إن الأردن دفع ثمنا كبيرا بسبب مواقفه التاريخية وقد ألقت الأزمات من حوله بظلالها عليه في مختلف مناح الحياة وأنا أرى نظرات القلق في عيون أبناء وطني أرىها على وجه الأب قلقنا على اللقمة العيشة لأبنائه وعلى وجه الشاب العطل عن العمل قلقنا على مستقبله وعلى جبال متقعدين العسكريين والمدنيين وفيما يخص المستقبل أكد جلالته على أن الأردن يمشي بخطة ثابتة إلى الأمام علموا أن الكثيرين اليوم يتساءلون إلى أين نحن ذاهبون وأقول لهم الأردن يمضي إلى الأمام بخطة ثابتة فقد باتت الإصلاحات الأصعب خلفنا والمستقبل الواعد أمامنا وبشأن الأوضاع الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين أشار جلالته إلى برنامج الحكومة الاقتصادي الذي سينفذ عبر أربع مراحل كما أصدر جلالته توجيهات في هذا السياق وجه للحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني كما دعا جلالته إلى النهوض لبناء واقع جديد يضاعف النمو ويخلق آلاف الفرص لكل أردني طموح فلننهض لبناء واقع جديد يضاعف النمو ويخلق آلاف الفرص لكل أردني طامح لمن يعمل ويثابر لمن يتحل بالأمل لمن لا يضع لطموحه صقفا الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية ثابت وغير قابل للمساومة قال جلالته أدعو المسلمين والمسيحيين إلى تعزيز حمايتها والدعمنا في المحافظة عليها وعدم المساس بوضعها القانوني وفي ختام خطابه أعاد جلالة الملك التأكيد على عبارة لطالما رددها على مسامع الأردنيين عبارة مفادها أن جلالته يستمد من شعبه العزم والتفاؤل من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية لما بعد خطاب العرش السامي وتحليل في مضامين هذا الخطاب وما يجري الآن أيضا في مجلس الأمة من قبل مجلس النواب تحديدا في انتخابات المكتب الدائم ومن هنا أنتقل وأنقل السؤال مباشرة إلى ضيف سعادة النائب السابق جميل النمري يبدو بأن حديثنا عن نظام الداخلي ومسألة التعديلات التي يجب أن تدخل واضحة من خلال هذا التصويت والانتخابات المكتب الدائم انتخاب النائب الأول أخذ وقتا يتجاوز الساعة وأكثر والآن بعد الاستراحة سيتم انتخاب النائب الثاني بالإضافة إلى المساعدين وهذا يشير ربما إلى إجراءات أخرى يتم انتخاذها في قضايا أخرى في مجلس النواب يجب تعديلها أيضا للنهوض بما جاء في مضامين خطاب العرش نعم حتى انتخابات اللجان مشكلة كبيرة الحقيقة آليات الانتخاب للمناصب في مجلس النواب ابتداء من رئيس المجلس وانتهاء مرورا بالمكتب الدائم وانتهاء باللجان كانت موضوع صراع دائم ومطالبات بإصلاح للنظام داخل المجلس النواب لإصلاح هذه الآلية هلأ احنا شو اللي بصير عنا لكل منصب الرئيس نفذنا منها لأنه صار لسنتين في تعديل سابق وهذا تعديل جيد الانتخابات للنائب الأول ثم للنائب الثالث تجري على انفراد ويجب أن يحصل على أكثر من نصف الأصوات وبالتالي اللي بصير الانتخابات بالمدادة على الأشخاص بتروح بتحط ورقتك وبعدين ببدأ الفرز اليدوي وإذا ما أحدهم حصل على أكثر من 50% تعادل الانتخابات بينها على الأثنين ويكرر ذلك للنائب الثاني هذا بفتح المجال لكثير من المقايضات والمؤامرات والتواطؤات وكلها لها طابع شخصي لا وزن لا برامج لا رؤية لا تمثيل أحنا شو بنقول هذا الحكي كنا نحكيه وأنا نائب يعني ونظرنا من أجله ولم ننجح ولكن ما زالت القضية تطرح نفسها يجب إيجاد آلية مختلفة أكثر منطقية لأنه رئيس المجلس يجب أن يمثل الأغلبية بس لما تجي للمناصب الأخرى يجب أن توزع حسب حجوم المكونات المجلس يعني أنت بالآلية الحالية يمكن أنك تطلع يصير فيه تحالف معين عنده أغلبية معينة ويأخذ كل المكتب الدائم الخمس مقال وهذا ليس جيدا في العالم لا تجري الأمور هكذا في العالم حزب الأغلبية أو كتلة الأغلبية تأخذ الرئاسة فورا كتلة الأقلية تأخذ نائب الرئيس وهكذا لجميع المناصب توزع حسب حجوم الأطراف داخل مجلس النواب حتى يكون هناك تمثيل متوازن للجميع لأنها هيئة تمثيلية هذا يجب أن يجري في مجلس النواب لانتخابات المكتب الدائم آلية مختلفة سوف تكون أبسط وأوضح وتمكن من تمثيل مكونات المجلس بطريقة متوازنة هذه الآلية وهذا مسألة الانتخابات داخل مجلس النواب وانتخابات المكتب الدائم والإجراءات التي تحدث هل تنعكس لربما على باقي إجراءات في مجلس النواب مثل إحالة مشروع قانون إلى لجنة محددة لمناقشته أستاذ عبدالله المكتب الدائم هو الذي يضع جدوى الأعمال لجلسات هو الذي يقدم القوانين أو يؤخرها هو الذي يقرر موضوع الجلسات وهكذا فدور المكتب الدائم مهم جدا في نظامنا الحالي دور الرئيس حاسم يعني تقريبا الرئيس ينفرد بسلطة القرار هلأ لتخفيف ذلك وصنع مشاركة أكثر في القرار قرروا إنشاء مكتب تنفيذي يتشكل من رؤساء الكتل هذا المكتب الدائم خلال الثلاث سنوات الماضية اجتمع مرة واحدة وبالتالي لا مكان له إذن يبقى المكتب الدائم هو ميدان القرار وإذا شكل على قاعدة مشاركة مكونات المجلس الرئيسية بنحقق تمثيل يجعل القرار تشاركيا وممثلا للإرادة العامة لأن أحد النواب أو المساعدين هو بكون ممثل لكتلة معينة عنده حق أن يعكس رأي جزء من قاعدة مجلس النواب في قرارات المكتب الدائم هكذا يجب أن يكون الأمر هكذا يجب أن يكون وإذا لم يكن متواجد في مجلس النواب والغرفة التشريعية والرقبية كيف سيمكن إيجاده في مناطق أخرى وفي على مستوى الشارع القرار نحن دائما نقول الدور الإصلاحي لمجلس النواب يجب أن يبدأ في إصلاح مجلس النواب نصر أو النظام الداخلي لمجلس النواب في المجال الذي حكينا فيه وفي مجالات أخرى جزء المقام الآن ليس لهذا الحديث ولكن أيضا في اللجان اللجان في الحقيقة مأساطر أيضا بصير الانتخابات والصراعات على رئاسة اللجان على التصدر اسمح لي هنا سأعود معك للجان لأني سأفرد لها جزء يعني خصوصا مع اكتضاد الدورة بعدة قوانين كثيرة أكثر من 97 قانون سيتم أيضا الحديث عنها واسمح لي أن ننتقل إلى معالي سيد محمد داودية في مسألة خطاب العرش جلالة الملك أنها بالحديث عن بأنه هذه النهضة لا مكان فيها لمن يستسلم أو للتشاؤم أو السودوية وكنا نتابع في خلال الرأي العام بالتشاؤم كثير وسودوية في الفترة الماضية وتدخل جلالة الملك في أكثر من مرة للإشارة بأنه يجب أن لا تكون هذه نظرة التشاؤم موجودة أو سودوية حتى لمستقبل الأرض يعني سيد عبد الله لم يشر جلالة الملك إلى مسألة السودوية والتشاؤم إلا لأنها موجودة ومؤثرة الحقيقة إحنا بدنا مناخ حتى تقدر الحكومة تشتغل حتى يقدر جلالة الملك يشتغل حتى يقدر البرلمان يشتغل بدنا مناخ مناخ ما بدنا نقول مفتعل ولا يعني مناخ ليس أيضا مظلوم الناس فيه أنا شوف من لما كان شعري أبيض أسود لليوم وأنا بسمع أنه البلد واقعة البلد خرباني هذا كلام مش صحيح إحنا زي ما قال جلالة الملك عبرنا من 14 ل 18 ل 19 هاي الفترة أخطر فترة مرت على الأردن عبرناها وما وقعت البلد وزي ما قال جلالة الملك الصعب ورانا وفي أحلك الظروف عملنا إنجازات في هدامين في البلد وفي سودويين في البلد وفي مساكين في البلد بيحملوا هالإشاعة وبيدوروا فيها إحنا مطلوب من الإعلام وأنا جزء من الإعلام الآن ومطلوب من الأحزاب ومطلوب من كل المؤسسات التي تعي الحقائق ما بدنا حدا يزيف ولا بدنا حدا يزين بدنا الحقائق كما هي ولذلك عنا بالدستور بجريدة الدستور كل شهر افتح الجريدة كل أول شهر بتلاقي الإشاعات التي نشرت أو التي أشيعت في البلد من أول شهر لآخره والرد عليها كل شهر فيه أربعين خمسين إشاعة والناس بتداولها للأسف الشديد يعني في القرآن الكريم فتبينوا ما حدا بتبين أو فيه ما بدي أظلم أيضا وأتحقق أنا ما عمري حولت إشاعة إيجتني وبجوز بناقش اللي ودالي إياها بيقول لي ما هو بشان تطلع يا أخي بديش أطلع يا أخي ما تودي إشاعات غلط للناس يطلعوا عليها هذا مناخ الإحباط ومناخ التشاؤم الحقيقة يعني ليس مكلف أنه نخلص منه أو نخفف من أثاره ونعمل مناخ إيجابي للي قادرين على العطاء وعلى العمل وعلى مش يظلوا كل الوقت تحسس رأسه يتحسس إيه بيجي تطعني من هون ولا إيجي تإشاعة من هون ولا مش عارف شو هذا اللي حكى فيه جلالة الملك الحقيقة مؤلم وهذا بمتص جزء كبير جدا من طاقة الناس من طاقة المسؤولين طاقة المسؤولين معظمها بتروح على درق درق السهام والضربات الكاذبة والملفة يعني هذا كان موجود اسمح لي أنقله الآن للدكتور موسى شتيوي يعني بحديث مع لي عن مسألة الإشاعة تحديدا والتشاؤم والسودوية وتأثيره على العمل الحكومي وأيضا عمل النواب نذكر عندما خرجت مسألة الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتدخل جلالة الملك وكتب في حينها عن التناحر على مواقع التواصل الاجتماعي يبدو بأن الحكومة غائبة عن مسألة التقاط هذه الرسائل يعني مسألة صحيخ خبرك أو حتى إجراءات أخرى حكومية أو حقك تعرف لا تفي بالغرض الكافي للفي هذه الإشاعات خصوصا أنه عندنا قانون الآن حق الحصول على المعلومة بالتالي كيف يمكن أن نترجم الحكومة إيجاد نظرة إيجابية وخروج من دائرة السلبية وتعزيز الثقة ما بين الحكومة والمواقع دعينا نعود إلى السبب أنا بعتقد جزء من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الشائعة وكل هذا اللي نشوفه إحنا في المجتمع هو ضعف قدرة الحكومة أو الحكومات على التواصل مع الناس بالوقت المناسب وبشفافية وأعطاء المعلومة بالوقت المناسب أنا بعتقد يعني كلنا منعرف كمان يديش مدى السنوات الماضية صار فيه تراجع كبير في الثقة بين الناس وبين الحكومة هلأ ما بين الحكومة بتحول بس أنا بعتقد أنه اليوم المجتمع وخاصة مع الإعلام الاجتماعي أصبح يراقب يعني إداء كل الناس وحتى جلالة الملك أكثر من مرة بشير أنه المسؤولين أصبحوا مرعبين يعني من كثر هذا الموضوع فيعني بمعنى أنه الشعب يراقب يتالي أي فعل هلأ طبعا كثير من الأشياء الناس تتجنى فيها ممكن غير يعني متأكدة منها غير متحققة منها لكن أنا بعتقد أي سلوك للحكومة إذا ما كان شفاف وضمن المعيير وإلى آخره سوف يعزز يعني الدعم باتجاه هذا الموضوع فأنا بعتقد يعني أنه المكافحة الحقيقية للشعب بإضافة لكل الجهود التي نعملها بالإعلام وغيره هو أيضا يعني أداء الحكومة الأداء الجيد هو الذي يطرد المجتمع نظري الشفافية ركز عليها الشفافية طبعا والأداء الجيد يعني والإتزام بسيئة القانون والمساواة والعدالة يعني كل هذه القضايا أنا بعتقد أنه بتضحض يعني بتضعف يعني إمكانية الناس أنهم يبدأوا يتكلموا عن الشعاعات خالصا إذا إليها علاقة فيه مسؤولين ووزراء وإلى آخره لكن أنا برضو بضيف يعني بضم صوتي إلى معاني أبو أمار أنه فيه ناس مغرضين يعني سواء من الداخل أو من الخارج اللي كمان هدفهم يعني بلبلة وزعزعة يعني للبعض وهذا يطلب يعني حرص وحراسة مننا إحنا كلنا في كل مؤسساتنا يعني ما نستسلم من هذا المضوع الحارب هذه لأنه مش ممكن أنه نسمح لأطراف يعني خارجة زعزعة الثقة بين الناس وبين المسؤولين وبين القيادة وبين الناس أنا بعتقد هذا شيء ونك زعزع من الخارج أيضا يجب أن تحارب الحكومة هذا من الخارج هذا يجب أنه يعني يتم معالجته ونتنبه إلوحنا بالنسبة لأنه يعني بكل ما يجب أن نكون متنبهين لهذا المضوع شكرا لك دكتور بوسى قبل أن نتحدث عن ملف آخر وسأعود لك في معاليك وأيضا لك سعادة النائج من الامري حول اللجان نتابع في ردود الفعل على إنهاء ملف البقورة والغمر حيث قال الرئيس مجلس العيان فيصل الفايز إن استعادة أراضي البقورة والغمر يعد انتصارا للإرادة السياسية الأردنية إنه انتصار نؤكد فيه للجميع بأن الأردن بقيادته الهاشمية المضفرة لم ولن يفرط يوما بذرة تراب من تراب وطننا الطهور وتاريخنا في هذا الحمل الأردني الهاشمي يؤكد على ذلك فهو تاريخ كان على الدوام مكللا بالغار والفخار إن استعادة الأردن لأراضي البقورة والغمر يعد انتصار للإرادة السياسية الأردنية التي يمثلها جلالة الملك عبد الله الثاني وهو انتصار يؤكد سيادة الأردن على كافة أراضيه وعدم التفريط بهذه السيادة مهما كانت ثمن إذن كانت هذه ردة الفعل وتصريحات لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حول استعادة الأراضي الأردنية البقورة والغمر وإنهاء هذين الملحقين ومن هنا أعود إلى ضيفي بعالي محمد داودية بإنهاء ملف البقورة والغمر جلالة الملك أيضا بعث برسالة مهمة ربما تلقتها الدول الغربية وأيضا الدول العربية بشيء من المفاجأة والصدمة وخصوصا دولة الاحتلال الإسرائيل كانت تتوقع لربما في فترة من الفترات قبل أن يخرج جلالة الملك بإنهاء هذا البلح بأن يتم التجديد ولكن جواب الملك كان حاسم بالتالي السياسة الخارجية هل ستتغير في الأيام القادمة مع دولة إسرائيل دولة الاحتلال بشكل مبدئي وأيضا سياسة خارجية بشكل عام على مستوى الدول الغربية يعني شوف أستاذ عبد الله أنا استمعت لكلام دولة رئيس مدلس الأحيان كلام صحيح هذه حالة من حالات السيادة الوطنية التي كل الشعب التف حول جلالة الملك فيها ودلالة صلابة أيضا صحيح عدونا الإسرائيلي قوي ومؤثر والآخري لكن أيضا تجلى أننا أقوية أيضا ونحقق ما نريد إحنا دولة قانون التزمنا التزمنا بالملفين أو بالملحقين جلالة الملك من سنة أمر بإنهاء هذين الملفين والآن الاستحقاق النهائي إلى وضع يد الأردن على أرضه على مقدراته هذه حققت شكل أشكال العزة الوطنية من ذلك الوقت لليوم ظلت فيه رهانات وظل فيه غثبرة زي ما بقوله الكركية وظل فيه لكنه بترجع ما بترجع بالأخير الحقيقة أن جلالة الملك أوفى بوعده لنا وحققنا سيادتنا على أرضنا الارتدادات ارتدادات هذا القرار وتنفيذ هذا القرار الحقيقة ليست سهلة في المجتمع الإسرائيلي هذا موضوع الإسرائيليين بيحكوا في السنتيمتر ليس في الدنم وبيقرفوا المفاوض اللي قبالهم وهيك عملوا يعني مفاوضات طابة استمرت سبع أو ثمان سنوات على طابة على طابة يعني لترسيم الحدود في طابة فهم اللي فاوضوا الإسرائيليين يعني دولة عبد السلام مجالي روفى بو جابر دولة فايز الطراونة اللي فاووا منذر حدادين اللي في قطاع المي يعني بيقول لك بيقرفوك حتى تبيع حتى تخلص لكن ارتدادات هذا القرار الصحيح أبعد من قصة الدنومات هذه يعني واضحة تماما أن الأردن دولة قوية هذه أول رسالة أن الأردن يتحلى بالقوة جلالة الملك بيقول العالم يؤمن ويثق بالأردن طيب نثق بأنفسنا يعني نثق بأنفسنا كل هذا الإنجاز كل هذه الضربات على المرمى زي ما بيقولوا الصائبة بلاش نظل احنا نشكك بحالنا ونشكك بأنفسنا ونخدم عدونا إنه احنا دولة واقعة ودولة ضعيفة ودولة هشة وإلى آخر تسمع على المصطلحات الارتدادات على مستوى إسرائيل واضحة حاسمة كانت أن هذا نظام يعني بدك تعمل معه بين الدية كاملة بدون أي ابتزازات لا ابتزاز في موضوع الشباب اللي اعتقلوا ولا ابتزاز في موضوع باب الرحمة ولا ابتزاز في موضوع المسجد الأقصى ولا ابتزاز في أي باب آخر سسمح لي أن نشير هنا بأنه البعض المتابعين لما يحدث الآن تحدثوا وهي لربما سيمة موجودة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يلتزم بنصوص المعاهدات والاتفاقيات وهو دائما ما يخرج ودائما ما يحاول إيجاد استفزاز في منطقة ما وضغط في منطقة أخرى لتحقيق مصالحه الآن السياسة الأردنية مع الاحتلال هل ستتغير في ملفات أخرى نتحدث عن وصايا هاشمية نتحدث ربما عن تمسك أردني بمبدأ حل الدولتين نتحدث عن قضايا أيضا أخرى ربما يحاول الاحتلال إيجادها لضغط تشكيل ضغط يعني لن تتوقف محاولات العدو الإسرائيلي من أجل إثارة المتاعب للأردن في كل حالات التماس بيننا وبينهم في موضوع المقدسات وفي غيره لكن في نقطة مهمة جدا أن هذا العدو يدرك حاجته للأردن حاجة ماسة جدا للأردن نحن شركاء نحن وهذا العدو ودول أخرى في التحالف الأممي من أجل مكافحة الإرهاب نحن بيننا وبين إسرائيل حدود طويلة جدا نحن نؤمن حدودنا ولا نسمح لا بمتسللين يجوا من هناك ولم نسمح بمتسللين يذهبوا لهناك وآخرة حالة الإسرائيل اللي تم القبض عليه نحن في تبادل أمني تبادل معلومات وتنسيق أمني يعني هذه تحصل بين كل دول الجوار يعني لم تتوقف بيننا وبين سوريا في عز دين الأزمة بيننا وبين مصر في تنسيق وفي تعاون وفي تبادل كل ذلك في تعاون بيئي وفي تعاون زراعي وفي تعاون أسواق حرة وفي مطارات هذا الحكي يعني مش قلم قاين بتتأخذ المسائل بتتأخذ بالتفاصيل هذه المهمة اللي نقطة 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 ببين أن لا تستطيع أن تتجاوز الأردن في كثير من نقاط التماس لا تستطيع أن تضغط على الأردن إلى حدود دفعه إلى قطع العلاقات أو سحب السفير أو إلغاء الاتفاقية وهذه تم تجربة في قصة خالد مشعل واحدة وفي قصة هبا وعبد الرحمن لم يدفعونا يعني إلى حافة الهاوية أو لم ندفع بالعلاقات لم يدفعوا بعلاقاتهم معنا إلى حافة الهاوية على الرغم من أن المحاولات الإسرائيلية كانت موجودة ولكن تعاطي السياسة الخارجية الأردنية كان واضح في هذا الملف سنعود في لقاط أخرى إذا سمحت لي معاليك سعدت النائب الجميل النمري يعني سأعود إلى مجلس النواب تسمح قبل أن نعود أعلق تعليق قصير لأنه فتح الشهيد الحديث لحد أمس الإسرائيليين ما كانوا مصدقين أنه نهائيا خلاص الأردن والأردن غادر الاتفاقية وألغاها دون أي اتفاق يعني هلأ بريطانيا بتتفاوضوا على الخروج يعني خروج متفق عليه هذا إنهاء غير متفق عليه للاتفاقية لحد مبارح أحد الصحف الإسرائيلية سربت معلومة أنه الأردن هناك اتفاق تحت الطاولة مش قادرين صدقوا أنه يعني هيك يعني الأردن أقفى الباب في وجههم وانتهى طبعا لقبل أيام كانوا لسه بيحكوا عن احتمال إيجاد صيغة أخرى للتمديد نعم كانوا بعدهم ونتنياهو الصلف المتغطرس ما كانش متحمل أنه يواجه الإسرائيليين بأنه ما قدرش يعمل إيش أنه الأردن صفق الباب في وجهه وانتهى فبقيوا حتى الدقيقة الأخيرة ويحاولوا أنا أعتقد أنه يجب أن نظهر هذا وأن لا نقلل من الإنجاز وأن لا نساعد الإسرائيليين ونساعد نتنياهو في تقليل حجم الإنجاز والجرأة والشجاعة في الموقف الأردني وعدم وجود أي شبهة في الموقف الأردني تجاه هذا الأمر لا بل أنا أدعو إلى أن يكون هناك احتفال وأنا كاتب مقال بكرة أقول من حقنا الاحتفال بهذا القرأة نعم وأنا بمناسبة يعني معقاد الدورة البرلمانية بكرة في مؤتمر صحفي لوزير خارجيتنا الهومان من أردن الصفدي في الباقورة أدعو إذا لم يكن للنواب رؤساء اللجان أن يتواجدوا هناك ويحتفلوا بهذا المكسب الكبير والشجاع وأعتقد أن ارتداداته أولا شعبيا وداخليا إيجابية للغاية عند إخواننا الفلسطينية بتقوي معنوياتهم عند القيادة الإسرائيلية حالة تضعف نتنياهو وفريقه المتطرف وهي تشجع على أي خطوات أردنية لاحقة في مجالات أخرى أن نكون أكثر تناسكا وبما في ذلك في موضوع مثل انتفاقية الغاز وقضايا أخرى هي القضايا التي سيتم الحديث عنها لربما في الفترة القادمة بتعامل الأردن مع هذه القضايا سيكون وأيضا النظرة الدولية كيف ستكون الأردن في هذا الملف تحديدا لأن انتزاع هذه الأراضي بالسيادة الكاملة للأردن هي ضربة حقيقية لدولة الاحتلال الإسرائيلي سأعود لك دكتور موسى لكن اسمح لي إذا ما عندك ملاحظة ملاحظة في تعليق عن نفس الموضوع تفضل لكن أولا يعني أول ملحق الاتفاقية ينص على أنه الدولة التي لا ترغب في التجديد إبلاغ الدولة الأخرى يعني قبل عام من مضيء الاتفاقية وهذا تم يعني ما فيه إحنا يعني بالاتفاقية الأصلية أنه حق يعني للأردن ومارس حقها القانوني السياسي السيادي بهذا الموضوع بالرغم من كل الضغوط اللي كانت موجودة الشغل الثاني نحن لا يوجد خلاف على سيادة الأرض بينه بين إسرائيل لأنه هي أرض أردنية ومرسمة مع حدود فلسطين وليس مع حدود إسرائيل لكن يبقى لدينا مشكلة وعشان هيك موضوع طابة يعني ما رح يكون فيه يعني مفاوضات ما كانت ظل لدينا موضوع أنه في بعض المواطنين الإسرائيليين يملكوا أراضي في المنطقتين يعني هذا طبعا يعني ملف يعني بده يصير فيه ألول يعني لهذا الموضوع الأردن لديها أمكانيات تستطيع أن تقوم ببعض الأفعال لكن يعني أنا بعث أعتقد كمان إسرائيل ممكن تلجاه يعني للقانون الدولي يعني فيه لسه خطوات لاحقة أنا بعث أعتقد لا تقلل من همية يعني استعادة السيادة الأردنية السيادة هي أردنية على كل كامل أنت مشاك صادر الأراضي هاي يعني لا لسه طبعا الاسملاك يعني حق للحكومة الأردنية تستطيع أن تستمر أو لا ضلت بس أنه هذا حلول يعني لاحقا بس الآن هو الفكرة الأساسية وفعلا هو الميزة الرئيسية أنه جاءت يعني صلابة الموقف الأردني في ظل الضغوطات المذهلة سياسية ما صفقة القرن والوضع الاقتصادي والآخرين وهذا أنا بوجه نظري يؤسس إلى طريقة جديدة في العلاقة مع إسرائيل بهذا الموضوع سنعود للحديث كيف يمكن البناء على هذا الموقف الأردني بمستوى عربي وتحديدا المستوى العربي والدعم العربي ولكن أعود إليك سيد جميل بالحديث عن مجلس النواب ومسألة الاتخابات ومسألة العمل القادم لمجلس النواب اسمح لي سأناقش في مسألة اللجاء نتحدث عن أكثر من 97 مشروع برنامج مكتض لمجلس النواب منها 39 معروضة على اللجان النيابية ومنها ما تم إحالته إلى اللجان المختصة هذا بحسب مصادر مطلعة هذه التصريحات نعم وأيضا في الوقت نفسه الحكومة أحالة 58 مشروع قانون في انتظار النظر فيها بعض أحيل قبل أيام أو أثناء فترة عدم انعقاد المجلس كل هذه القوانين تشير إلى اكتظاظ في مجلس النواب نعم اكتظاظ شديد واللجان وهذه القوانين والقوانين الخلافية التي سيتم عقد جلسة مشتركة ولكن مسألة اللجان وأنت أشرت قبل قليل بأنه لو كانت الدور الرقابي موجود لمجلس النواب بشكل فعال لربما لما وصلنا إلى مسألة اللجان أن تستدعي كل الأطراف للحل سيدة أنا كنت طرحت مرة أنه ينسحب عدم حضور الجلسات على اللجان يعني هو مجلس النواب بضمن الإصلاحات اللي عملها أنه صار في عقوبة مالية خفيفة خفيفة كثير على عدم حضور الجلسات العامة يجب أن يمتد إلى حضور اللجان أنت عضو في اللجنة لازم تمارس واجبك ومسؤوليتك في حضور اجتماعات اللجنة لأنه اللي بعيق عمل اللجان هو عدم حصول النصاب في معظم الاجتماعات على كل حال هذا متأخر يعني إذا عملوه خير وبركة ولكن آلية الانتخاب والآخر هذا متأخر ولكن يجب في هذه الدورة أن يقوموا بعمل إصلاحي في النظام الداخل المجلس بما في ذلك آلية تشكيل اللجان وانتخابها ودورها حتى يمكنوا المجلس القادم من أن يعمل بموجبها لأنه بس صير الانتخابات راح تكون أول جلسة أمامنا انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم وإلى آخره راح تجرب الطريقة القديمة بس إذا أنت عدلت الآن مجلس الداخلي عدلت النظام الداخلي لمجلس النواب بتعمل معروف كبير للبلد ولمجلس النواب القادم بأنه يبدأ بطريقة صحيح على كل حال هل يمكن لمجلس النواب إجاد هذا النظام نعم نعم السيد هو في التعديل التعديلين لا لا مش على الأجندة هو بكفي بقرار يعني مش بحاجة أنه الحكومة تقدمه النظام الداخلي لمجلس النواب لا يحتاج إلى أن تقدم الحكومة نظاما مجلس النواب نفسه يقرر تعديل نظامه الداخلي وفي أول تعديل واسع على النظام الداخلي جرى بضغط من جلالة الملك وفي خطاب الافتتاح للدورة البرلمانية لمجلس النواب طلب جلالة الملك ذلك وتابع طلب ذلك من رئاس مجلس النواب وتم الاستجابة ولكن استجابة جزئية غير كافية الآن اللجان ستواجهه ضمن طريقة عملها الراهنة هذا الكم الضخم من القوانين والتعديلات على القوانين ما سنجزوها كلها عدد محدود من هذه القوانين وبالتالي هم أمام مهمة اختيار الأولويات أي القوانين بدهم يعطوها أولوية في بعض القوانين الاقتصادية وقوانين إدارية على رأس قانون الإدارة المحلية قانون الإدارة المحلية يفرض أنه جاهز نحن لم نرى النسخة ولكن قانون الإدارة المحلية هذا يحل محل قانون لا مركزية وقانون البلدية قانون لا مركزية هناك شكوة واسعة منه المجالس المحافظات غير راضية عنه ويحتاج إلى إعادة تعديل جذري والحكومة وعدت بذلك وأجرت حوارها عاما لمعالجة التشوهات التي كانت موجودة فيها نعم تشوهاتها القانون يعني يفتقر إلى الكثير مما تحتاج المجالس لتعمل بطريقة صحيحة ولكن الحكومة ارتأت بما أننا بنا نعدل هذا القانون وفي عندنا قانون البلديات وهناك ترابط بين هيئات الحكم المحلي عن مستوى المجالس المحلي مجالس البلديات مجالس المحافظات فلنصنع قانونا واحدا نسمي قانون الإدارة المحلية كويس ما في اعتراض بقي أن نرى محتوى هذا القانون أعتقد هذا القانون يجب أن يأخذ أولوية صفة استعجال لا يحتاج صفة الاستعجال لأنه لسه عنا الانتخابات السنة الجاية ففي وقت ولكن يجب إنجازه في هذه الدورة يعني لا يحتمل أنك تتفوش لك الدام وبعدين ما تلحقش تعمله هذا بده ثلاثة أربعة تشهر شغل في اللجان حتى ينجز ولذلك يعني من القوانين ذات الأولوية ولكن ليس بصفة الاستعجال ولكن يجب إنجازه القوانين الأخرى أنا لست مطلعا على في قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية وهو ينتظر جلسة مشتركة بين نواب العيان لحسم الموقف في حياله هذا يجب أن يأخذ أولوية يعني يأخذ صفة الاستعجال من أجل حسم هذا وغطا ما راح لكثير بس في خلاف في خلاف هل لا بده جلسة مشتركة الجلسة المشتركة ما في نقاش يعني هذا القانون لن يعود إلى النقاش في اللجان هذا القانون مباشرة على التصويت على التصويت في جلسة مشتركة مسألة الجلسة المشتركة هل يمكن تجاوزها بحسب دستوريا أم أنها ثابتة لا لا لم يعد ممكن أن تجاوزها في الأيام القادمة أو في الدورات القادمة مجلس النواب يعني عندما نتحدث بأنه مجلس النواب يحيل القانون إلى الأعيان تحدث مواد خلافية ثم يعيد الأعيان إلى النواب وبالتالي يضطروا إلى عقد جلسة مشتركة ألا يوجد حل آخر غير الجلسة المشتركة وتصويت مباشرة هذه يبدأ تعديل دستوري تعديل دستوري يعني الآلية التي يصير فيها إقرار القوانين من النواب ثم الأعيان ثم إذا صار خلالها تترجع هذا ما ذكوره في الدستور وبالتالي أي تغيير عليها يحتاج إلى تعديل دستوري شكرا لك سعادتنا أخي عبدالله أريد أن أحكي عن شغلة أثرتها وتحدث فيها أيضا الدكتور موسى مسألة الشباب أنا كنت وزير شباب ولذلك يعني متابع لقضايا الشباب القيادة الفنية والتقنية والسياسية للشباب مش مستقرة كل ثلاث أربع شهور بيجي وزير شباب وكل واحد من مشرب وكل واحد من مذهب مذهب يعني إداري وسياسي إلى آخر هذا عدم الاستقرار كيف ستتمكن الحكومة من تلبية دعوات جلالة الملك ونداءاته للعناية بالشباب تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتدريبهم من أجل التشغيل كل هذا كيف يمكن تحقيقه في وزارة خلال الفترة السنة ونص الماضية تغير فيها أربع وزارات وتغيرت من مجلس الأعلى لوزارة شباب ثم فصل هذا الحك الصحيح لا يمكن الحكومة من تلبية نداءات جلالة الملك وتوجيهات جلالة الملك لكن هل تتفق مع الدكتور موسى اشتوي بأن وزارة الشباب تأخذ حمل أكبر مما يتطلب منها وبأن ملف الشباب يجب أن يوزع على جميع الوزارات يعني ملف الشباب مزبوط متداخل ومتشابك أو مشتبك مع كل الوزارات مع وزارة العمل مع وزارة الثقافة مع وزارة التربي والتعليم التعليم العالي في نقطة ثانية أيضا غير عدم استقرار القيادة عدم وجود منظمات شبابية حقيقية فاعلة على الأرض كيف يعني هذا إطار منفلش ما بنفع ما بتقدر تلمه ما بتقدرش سيطر مش سيطر عليه توجهه وتفعله وتحركه إلا إذا انخرط في منظمات شبابية ديمقراطية وطنية قادرة على تشغيل الشباب في هذه القرية أو في تلك البلدة يعني عندنا إطار كلنا الشباب كلنا الأردن إطار جميل وإطار كويس لكن أيضا يحتاج إلى دعم الآن هذا الملف ملف الشباب بتولى سمو ولي العهد ونتأمل أن نخرج من صيغة التبديل والتغيير المستمر في قيادة وزارة الشباب ألا كانت وزارة الشباب والرياضة لما كنت أنا خرجت الرياضة من إطار أو من مضلة وزارة الشباب خرجت كلية صارت شغل الاتحادات والأولومبية على وجه التحديد ما بدناش إحنا برضو كمان يعني مراكز الشباب اللي هي واحدة من البناء الكبرى والمهمة اللي لازم الاعتناي فيها نعم إحنا تخيل سنة 1997 لما كنت وزير الشباب قلنا 1997 سنة مراكز الشباب بدنا نعملها كمبيوترات وبدنا نجيب لها مكتبات وبدنا نعملها مدربين رياضيين ومشغلين كل هذه كانت بتقتضي تخصيص موازنة للآن ما عادتش يعني أنا إذا بتشوف وزارة إذا بتشوف مبنى الشباب في الدجانية مثلا قريبة منكم من حمامة العموش إذا بتشوفها بالدار يعني متداعي غرفة ومطبخ هذا ربما ينطبق على الكثير من سواء في قطاع الشباب أو الصحة أو التعليم أو غيره لضيق الوقت المتبقي سأعود إليك دكتور موسى جلالة الملك تحدث بأنه وجه الحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ مزيد من الإجراءات جريئة للنهوض بالاقتصاد ولكن حدد محاور وأيضا دوافع للحكومة عندما قال بأنه لا تستطيع أي حكومة أن تمضي في طريق الإصلاح اليوم إلا بدون وجود سلطة تشريعية داعمة لها مجلس الواب قضاء نزيه قطاع خاص نشيط ومواطن واثق بنفسه وبمستقبله كيف على الحكومة الآن أن تشبك جميع هذه المحاور لتشكل قوة دافعة لها في عملية الإصلاح في الحقيقة طبعا هو سؤال يعني يحتاج إلى برنامج رئيس الزر بس حقيقة أنه يعني ضمن الظروف الضغطة يعني أنا بأعتقد جلالة الملك هنا يعني بدرك لصعوبة المرحلة أنه أنا بأعتقد لديك فيه على يعني أبروش جديد أو هنقول مقاربة جديدة من الحكومة للمجلس مثلا أنا بأعتقد بدأت يعني صار فيه لقاءات مثلا بين الحكومة وبين رؤساء اللي جاء مشان موازنة أنا بأعتقد يعني بدنا إطار غير تقليدي بدك أنت يعني تتخلص من الإطار البيروقراطي التقليدي في التعامل مع هذه المسال نفس الشيء يعني بالنسبة للقضاء القضاء لازم يعني يعني يلعب دور أساسي الآن باستعدة الثقة الناس بالحكومة وبالدولة لأنه يعني هنا معيار العدالة لعنا هو القضاء يعني اللي كلنا من جل ومنحترمه وبنقدر وأنا بأعتقد أنه هذا كمان لكن أيضا بالنسبة للقطاع الخاص القطاع الخاص بالرغم من كل يعني التوجيهات لجلالة الملك ومن كل المحاولات والتغييرات في مؤسسات الاستثمار وإلى آخره لحد الآن في واضح في مشكلة يعني بين الحكومة وبين القطاع الخاص القطاع الخاص يشتقي كثيرا منه ما المشكلة تحديدة البعض تحدث عن عدم ثقة من القطاع الخاص بقطاع حكومي نظر للسياسات والتشريعات يعني القطاع كل قطاع له له يعني وجهة نظر مختلف بس أنا ممكن أجملها المسألة بندين أو ثلاثة أولا في يعني تعقيدات في الإجراءات الاستثمار والاقتصاد للداخل والخارج المستثمر الداخل هو قلاقة الأهمية على المستثمر الخارجي ثانيا أيضا في السياسات الأولويات الحكومة يعني قرارات يعني كثير بتأخذها الحكومة تشريعات ممكن تكون متناقضة أحيانا المعيقة إلى آخره بدها الحكومة أنه كمان وأنا بعتقد هذا الموضوع في غاية الأهمية أنه لازم الحكومة الآن تعيد النظر في بسرعة يعني في موضوع الضرائب المبيعات ضريبة المبيعات يعني حتى أنه تعمل نوع من التنشيط للقطاع الخاص يعني خاصة بعد إقرار قانون الضريبة الداخل العام الماضية تخفيضها طبعا عند تنظر في من أجل التخفيض وجلات الملك تحدث عن تشريعات والأنظمة متعلقة بالضرائب والجمارك لتسهيل الأعمال والتخفيف أيضا عن المواطن طب هلا ظل عندك موضوع المواطن المواطن أنا أعتقد هنا المواطنة المواطنة أنه أنا أعتقد مواطننا عاقل ومتزن وينظر بعاطفية يعني إلى حكومته ولا دولته إذا شاف من الحكومة في يعني جدية وشفافية وصدق يعني في العمل يعني بشكل عام أنا أحكي ما أتكلم أنا قضية معينة ولمصالح المواطن وأتقدم خدناها بشكل مناسب أنا أعتقد أنه نستطيع أن نستنهض المواطن وهذا ما يعني واضح من الخطاب جلالة الملك أنه الأردنية أن المواطن له أيضا دور في خروجنا من الأزمة يعني وليس بالتالي ألبس الحكومة هي لا تستطيع أن تقوم بكل ذلك لكن هي تستطيع أن تحفز يجب أن تدير هذه العملية طيب يعني كيف تدير هذه العملية سيد جميل إذا سمحت لي يعني فجوة واضحة الجميع كانت تحدث عنها ولا نعلم من قلة هذه الفجوة أو صبرات أو كبرات ما بين المواطن الواثق بنفسه ما بين سلطة الشريعية مجلس النواب ما بين حكومة يعني إعادة هيكلة هذه الروابط المجتمعة لدعم الحكومة يعني الحكومة يجب أن تعمل على إشراك أيضا الشارع في هذه القرارات وأيضا دور آخر لمجلس النواب لإشراك أيضا الشارع في هذه القرارات بدك بكلمة واحد للإجابة إصلاح سياسي جدري دون ذلك سوف يبقى ترقيعا لا يفضي إلى نتيجة لأنه الثقوب كثير هنا وهناك وبالتالي أي جهد أو إفرت بتحطه سوف يتبدد إحنا منحكي عن الحكومات و جلالة الملك ذات مرة أحد عناصر الإصلاح قال أربعة بأربعة يعني بتظل الحكومة أربعة سنين مع مجلس النواب ما قدرش أنه ينفذ هذا الكلام لأنه دائما تظهر أزمات حكومية وفي مشاكل مع الوزراء ومع الصالونات السياسية والضغوط اللي ولا تنجح الحكومات في أداء عملها بالطر يغير رئيس الوزراء لا ينجح في أداء عمله بالطر يعمل التعديلات الوزرية تأتي بطريقة التجريب وحكينا عن هذا الموضوع مجلس النواب لا يحظى بثقة الشارع وآخر استطلاع مستوى الثقة وصل لـ 23% النواب لا يستطيعون أن يعملوا بطريقة مناسبة لأنهم ليس أحزاب ليس كتل برامجية متماسكة كل واحد يغني على ليله ولمصالحه المناطقية إذن النظام كله يخلق عدم ثقة تنازع وعدم تعاون بين المؤسسات بحاجة إلى إصلاح عام وجوهري اللي هو بنطلق عليه اسم الإصلاح السياسي أنا بأعتقد يعني هذا هو الطريق هذا الحل النهاي لكن ضل التحديات والفترة الزمنية القصيرة أنا بأعتقد أنه يحتاج إلى جهد كبير من الحكومة والنواب وكل الأطراف على كل أحوال أشكركم جزيلا ضيوفي الكرام لتواجدكم معنا في هذه التقطية رئيس مجلس إدارة الدستور الوزير السابق معالي السيد محمد داودية شكرا جزيلا لك شكرا لك أيضا أمين عام الحزب الديموقراطي الاجتماعي النائب السابق سعادة سيد جميل النمري شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية المحلل السياسي الدكتور موسى شتيوي شكرا لكم ضيوفي الكرام شكرا على ساعة صدوركم وهذه المعلومات شكرا جزيلا